السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف normalized ايه يا رب تكونوا بخير معكم محمد اشرف من الفلأ التالت من لجنة البيو اليوم سنشرح الجزء الاول من الكارباهيدريت متابليزم الان نقسم الكارباهيدريت متابليزم الى جزء ايه القمار الجزء الاول هو الفيديو ممكن يكون فيه من الفيديو عن الفيديو والجزء الثاني سيبقى الجلوكونيو جناتز والجليكوجنون برده في الفيديوهين انا القمار الذي يكون فيه فيديوه الجزء الاول هذا Toronto ونأخد فيه فكرة الاول عن المتابولزم لأنه هو المتابولزم في البيو كله طيب الطاقة دي في جسمنا بتساوي ايه؟ بتساوي اي تي بي يعني ايه طاقة؟ عايز طاقة اي خلاية عايزة طاقة يبقى عايزة ايه؟ يبقى عايزة اي تي بي تمام؟ تمام احنا مهمتنا الاساسية النهاردة ان احنا نمصر الجلوكوز ده لحد ال اي تي بي ازاي هنعملها؟ هو ده تقدر تقول الكربوهيدوريت نوتابريزم نحن من جزء فيه تمام؟ تمام طيب ازاي او ايه فايدة اصلا ان احنا نحاول الجلوكوز يعني هي زي مقلتا لك اهم حاجة انحنا نحن نحن انجhoon الحقوق الجلوكوز الى اي تي بي طيب الاكل مش بس نصنع منه الطاقة لا.. ممكن نعمل منه حاجات تانية يعني ممكن نستفيد من الجلوكوز و نصنع منه حاجات تانية حاجات حدي هنحتاجها مثلا في عمريات بناء دهون او غير الدهون بروتينات حاجات معاينا مثلا فى ابه الهوانا فى مهمةةً مثلا حاجات معانات فى الهواني و ما ما اليه ذلك تمام؟ تمام وممكن زي ما قلنا نخزنها في صورة دهون او نخزنها في صورة جلايكوجين في الليفر وهكذا طيب واخذ بالك ان كل الكلام زي ما ارتدك عن الايه؟ عن الجلوكوز ليه جلوكوز؟ لان احنا اي كربوهيدريت بنكله سواء دايساكرايد مونوساكرايد فوليساكرايد كلهم بيروحوا الافين عالجا اي تي ويتكسروا بعدما يتكسروا بيتحولوا كلهم الى مونوساكرايدس مونوساكرايدس الثلاثة الاساسيين الجلوكوز الجالكتوز والفروكتوز الثلاثة بيروحوا الى الليفر الثلاثة بيطلعوا من الليفر جلوكوز يعني الفروكتوز بيتحول جلوكوز والجالكتوز بيتحول جلوكوز تمام؟ تمام يبقى المعلم الكبير بتاعنا مين؟ هو الجلوكوز تمام؟ زي فول طيب خلينا نبدأ نتكلم زي ما قلت لك عن ايه؟ عن المتابلزم ما هو المتابلزم؟ المتابلزم ببساطة هو العمليات الحيوية بتاعت اي خلية هي العملات اللي بيها هنبني و اللي بيها ايه هنكسر المتابوليزم is the sum of chemical reaction عمليات كيميائية بتحصل قوة كل خلية و قوة كل أورجانزم هدفها نحن نوفر طاقة for vital processes في عمليات لازم تحصل قوة كل خلية فهدفنا من المتابوليزم نحن نولي الطاقة للخلية و برضه عشان نصنع new organic material يعني حاجة زي مثلا خلينا نقول اديه نيه اديه نيه كل شوية بيتبدل يتشال حتة يتحط حتة و هكذا هو نفس الشريط بس في حتة بتتبدل و هكذا مش عايز دخللك في تفاصيل المهم انه هي حاجات بتتجدد جوه الخلية محتاجة طاقة باستمرار تمام تمام طيب المتابوليزم عندنا منه نوعين نوع بنبني و نوع بنكسر اللي بنبني اسمه anabolism او anabolic reaction واللي بنكسر اسمه catabolism او catabolic reaction تمام تمام طيب لما بنبني بنحتاج طاقة لما بنبني بنحتاج طاقة فبنحتاج طاقة بنستعمل smaller molecules او molecules صغيرة عشان نحولها الى حاجة كبيرة طيب لما بنكسر لأ لما بنكسر بيبقى هدفنا ان احنا بنطلع طاقة كأنك بتجيب الطاقة وتحشرها في smaller molecules عشان تحولها الى حاجة كبيرة طيب لو انا عايز الطاقة اللي حشرتها دي بكسر بقى واخد الطاقة من النص كده طيب وحنا listening to пожалуйста بالحق والس AB Ebola ت многиеشكل وقلون haya تصدير في أقة ام ine هذهات المانتحاول الى تعاق你有什么 سوف يذهب إلى ال líder والجلكتوس والفروكتوس تتمكنون على جلوكوس من السكر الذي سيجد في الدم وهذه hinge googola ولا مثل كل التشف والença هذه كانت هذه الفكرة عامة هي دي مش يعني ملهاش مكان قوي بس برضه عشان هنحتاجها بعدين نفهم ايه فكرة ايه ايه شو غللنة الانسولين وعدو الانسولين خليها نبدأ بان انت كالت اكله كالت الكوكيكة الحلوة دي الكوكيكة الحلوة دي طبعا فيها ايه؟ سكريات بالهبل فرفعت لك الايه؟ رفعت لك الجلوكوز في الدم طب يمفع واحد يبقى عنده جلوكوز عالي في الدم كده؟ لا لازم ايه؟ لازم فيه حاجات نزله للطبيعة فعندنا الانسولين transforms بيطالع الهرمون المشهور الأنسولين هدف الانسولين ببساطة ان الجلوكوز العالي في الدم ده مينفعش فانا هنعمل يعمل انسولين فنتظروا جوه الخلايا ونقول للك التخلايا استعملوا États Transportation في عندنا ها جلاوكوز فبيشبرق على الخلايا خدي جلوكوز وانتي خدي جلوكوز وانتي خدي الجلوكوز استعملوا بقى وطلعوا منه ايتي بي وكل ما Lith suit فائدة الانسولين بيعمل ايه؟ بيقل ال Blood glucose وبيزود الает او استخدام الجلوكوز جوه الخلايا تمام تمام فبالتالي هتلاقي البادي سيلز بدأت تاخد الجلوكوز وكذلك الليفر والليفر بياخد الجلوكوز بيخزينه في سورة ايه في سورة طيب الانسولين ويطلعوا يعمل الحوار ده بيروح يعمل العكس يعني هو بيزوق الجلوكوز عايز يقلله في الدم فبيقلله سيكا بيقلله اقل من الطبيعي فاللي يحصل يطلع عدو الجلوكوز الانتي انسولين هورمون اسمه ايه اسمه جلوكاجون خليننا نفترض انه واحد كان صايم واحد كان صايم 20 18 ساعة المهم ان الجلوكوز بتاعه ايه وقع trabajando Жلوكوز بتاعه اقل من الطبيع طيب لما جلوكوز بتاعه يعني ايه وهذا كان legitimately حوالبانكرياز يعيش برد سبحان الله البانكرياز بيطلع هورمون اسمه جلوكاجون بس في فرق بسيط ان البانكرياز لما انسولين كان من البيتا هذه팀 صحيح لما انسولين كان من الالف Urban Cyls ولكن شا restaur musicianا نشاكله عدو الانسولين القلوقاجون باستثله BlootGlocos انسوليم باستثله StF بلد جلوكوز فالجلوكاجون يزود بلد جلوكوز استغفر الله طيب خلينا نكمل الجلوكوز دلوقتي اللي احنا عملين نلف حوالي ده زي ما قلت لك ليه تلات حاجات اساسية ان احنا اما هنستعمله ونطلع من الطاقة اما هنخزنه اما هنحوله الحاجات تانية طيب فقلينا نحوله الحاجات تانية عشان دي مش هنقولها تانية ممكن نحوله لفروكتوز ده بقي موجود في السيمين بقي في نسبة فروكتوز ممكن نحوله الجليكوز عشان نعمل ايه عشان نعمل الاكتوز خلي بالك احنا كلنا جلوكتوز والجلوكوز فستحول madam ميرجع تاني نحول الجليكوز آلى جالكتوز لمهو نحوله الجلوكتوز؟ لان جلوكتوز زائد جلوكوز بيساوي دايساكريد اللي بيعمل الملك Wood مش هنمهما بنسبة matures فالملك هو عبارة عن اللاكتوز، وهو جالكتوز وجلوكوز طيب ممكن نطلع من الجلوكوز أمينو أسدز أمينو شوجرز و أشياء الثانية كثيره موش مهمة بالنسبة لي طيب ممكن نخزنه، ممكن نخزنه في صورة دهون ليفوجاناسيس ليفو يعني ليبيدز يعني دهون جاناساس يعني تصنيع بنعمل تريجليسرايدز فالكلام ده مش مش طبع الكربوهايدرات متابليزم المهم ان نحن ممكن نخزنه في صورة الدهون ممكن نخزينه في سورة جلايكوجين ودي ان شاء الله سنتحدث عنها في الجلايكوجين متابوليزم طيب ممكن نحرقه ونطلع منه طاقة وهذا الموضوع الاساسي بتاعنا الميشدور باثوي ان احنا نحرقه ان ايه ونطلع طاقة في برضو ماينور باثويز هي شبه الميشدور باثوي شوية ولكن هدفها مش بشكل اساسي الطاقة يعني هتلاقي حاجة مثلا زي الاتش امبيشانت هدفها انها تطلع نات بي اتش وشوية تريبوس خمسة في السويد هدفها انها تطلع جلو كيرونيك اسد ممكن تطلع طاقة اه ولكن مش ده الهدف انما الميجر باثوي الهو الاساسي هدفه الاساسي ان هو ايه يطلع طاقة الميجر باثوي ده عبارة عن خلينا نقول ان هم اربعة ستيبس اساسيين بس انا اتكلم عن اثنين بس باستفادة هم جلايكولوسيز بعد كده في حاجة اسمها بايروفيت دي كاربوكسيليشن هنقولها لما نجيلها وي كريبس سايكل بعد كده حاجة اسمها الاكترون ترسمك او اكسديتيب فوسفوليشن لا تش Sierrael كداين نتحدث عن lglycoose الاتب الذي يظهر من خلاله طاقة نحن نتحدث عن الـ سنبدأ نتحدث عن الـ عن الجليكولوسيس جميل؟ جميل نتحدث عن الجليكولوسيس دعنا نتحدث عن الطاقة نحن كل كلنا نتحدث عن جلوكوز إلى ATP نتحدث عن ATP ثم نتحدث عن كيف نحول الجلوكوز إلى ATP ماذا هو ATP؟ ما هو ATP؟ نيوكليوتايد بيزز هي القواعد التي نفعلها الـ DNA كان لدينا أدينين سيتوسين ثايمين وجوانين الأربعة طيب هات الأدينين اللي هو الأيه؟ الأدينين بتحط عليه سكر اللي هو الأيه؟ الرايبوز سكر الرايبوز زائد أدينين اسمها أدينوزين اسمها إيه؟ أدينوزين تمام؟ تمام يبقى أدينين زائد رايبوز بيسوي أدينوزين طيب لو حطيت له فوسفتية يبقى أدينوزين مونو مونو يعني واحد مونوفوسفيت طيب لو حطيت له اتنين فوسفتية دايفوسفيت لو حطيت له ثلاثة يبقى ترايفوسفيت يبقى أدينوزين ترايفوسفيت هو ATP تمام تمام طيب فكر لما قلت لك ان احنا بنكسر عشان نجيب طاقة ولما بنعوز نخزن طاقة او لما بنعوز نبني بنحط طاقة تمام فنفس الفكرة بالضبط لما تلاقي حاجة زي ADP ده مفيهوش طاقة ده مفيهوش طاقة تمام تمام فاحنا بنخزن الطاقة في صورة ATP ما الفكرة ان احنا بنخزن الطاقة في صورة ATP عندنا شوية هنا طاقة هنقبر المولكيول ده نخليه بدلا ما هو ADP اللي هو ضيفوسفيت هنخليه ATP ان احنا بنحط كمان فوسفتية وفي هنا high energy bond البند ده لما بيتكسر لما انت تحتاج طاقة لما تكسر البند ده تطلع شوية طاقة انت تحتاجه تمام تمام يبقى فهمنا ايه فكرة الATP اعرفنا ايهو الATP طيب ازاي بانطلع ATP عندنا طريقتين اساسياتين substrate level phosphorylation و Oxidative phosphorylation ايه الكلام ده يعني ايه فوسفوريليشن واحدة واحدة يعني ايه فوسفوريليشن يعني هنضيف فوسفتية هنضيف فوسفتية طيب هنضيف فوسفتية المين للا ADP مش احنا لسته بنقول ان الADP ده في اتنين فوسفتية لو ضفنا له التالتة يبقى ايه ATP يبقى فوسفوريليشن للا ADP نحاوله الATP طيب يعني ايه substrate level يعني على مستوى ما هو substrate اللي كان بيشتغل عليه الانزيم افتكري كلام ده من شابتر الانزيم تمام تمام فبيقولك ان في بعض الانزيمات لما بتشتغل وهي بتشتغل كده في حالها بتروح مديها فوسفتية لمين للADP وبالتالي طلع علينا ايه ATP ادي الانزيم وشغل على السبستريت بتاعه طلع علينا ايه طلع علينا فوسفتية راحت لمين راحت الADP طلع علينا ATP طلع علينا مين ATP مثال اللي هننكلم عليه في المحاضر ده انزيم اسمه pyrovate kinase ماس نعرفش بالك بي الوقتي المهم يعمل على السبستريت ويطلع علينا فوسفتية الفوسفتية دي بتروح للADP ويطلع علينا ATP ده اسمه ايه يعني حصل على مستوى السبستريت وطلع علينا ايه وطلع علينا اسمه ايه تمام تمام طيب الحاجة الثانية هي ايه دي حاجة للاسف اشلتكلم عليها يعني هي صعبة شوية بس معلنا المهم ان هي مش هلتكلم عليها بس عشان هنجيب سليتها كلام كده فخلينا نعرف ايه الاكسيداتفوسفريليشن ونخلص منها ببساطة ومن غير تعييد شايف الهايدرجين اينز الكتير دي كلها هنستخدم الهايدرجين اينز هنستخدم الهايدرجين اينز ان احنا نصنع ATP مش عايز اكتر من كده الهايدرجين اينز او البروتونز هنستخدمها عشان ايه شكرا مش عايز تفاصيل اكتر من كده دي اسمها اكسيداتفوسفريليشن اعرفها كده ماشي جميل نبدأ بقى في الجلايكولوسيس نبدأ في الجلايكولوسيس طيب الجلايكولوسيس زي ما احنا قلنا هو عبار عن كل الكارباهيدرات انت بتكونها بتتحول الى جلوكوز طيب الجلايكولوسيس هي المرحلة اللي احنا بنحاول فيها الجلوكوز الى بايروفيت الى بايروفيت بعد كده بقى يعتبر مش جلايكولوسيس الا خطوة بسيطة هذه خطوة بسيطة سوف ننفرق ما اسمها الفيزيس و الفيزيس افجل jungle احن كل رأي لا يسألها use انايروفيك فايز و اايروبك فايز ميجور كل كله اللي انا اثيره عليه اللي هو كل ال Quantsteella و كل ركز وهكذا تمام تمام فبيقول لك انا ايوروباك فيز بمشي ال Plantse könnte A겠어요 Co- завес و السباك نسان نحن باعي من كثير الي انا انا يعيزك تعافه ايه ان عندناBooks و عندنا ايه ambaiorobic اي LE Donald اي يكمل بعد moved biovoist و و يمشي طريق طويق ال ANA 보 الانابعي بيجي بعد Bloycie و يدعو عن الدليقتيت كده الанов ك I think it is like that How about We will begin with glycolosis salt And we will define what was glycolosis Hycolosis is Oxidation of Clucose Is Gender Hora to glycogen for клиros Oxidation of Glocose Pyrovic acid So we could start from GC Pyrovic acid or GlyCogen local Is the thing here is Spoon layouts Pyrovic acid أو بايروفيد. الحلقة دي هنتكلم لو احنا بنتكلم في افسي؟ في السايتو بلازما أو السايتو سول. يحدث ي Glaucolosis ت现在 في لكي تطلع منه طاقة فكل الخلايا تقدر تعمل جليكوليسي لكي تطلع منه ATP يقولك ان بعض الخلايا لا تقدر تعمل ايروبك جليكوليسيس ايروبك جليكوليسيس الذي نكمل فيه بعد البيروفيت هو الكلام ده بصراحة يقولك جلوكوس كان يجب لكتك اسد في حتة لا تقدر تكمل بعد البيروفيت لحتة مثل الار بي سي لا يوجد ميتو كندري انا لسه قيل لك ان كل العمليات يحدثت تبدو أن اي ميتو كندري عدا الجليكوليسيس هي الوحيدة الم Natomiast لو افتكرتم للأر بي سيسي لا يوجد أي شيء متى لا يوجد ميتو ك gammon ولا ميتو كندري ولا يحزنون هي عبارة عن هيموجلوبين العدين في السيتو بلازمة فنقول عدا للاجعمل وحتى ان عملت الجليكوليسيس والشباقي ت foliage لا تتكمل ولنس Tao حي건 لا توجد ميتو كندري حال رق webs عندك يحوظ عادي وكان يجريت degree فتفتح اسبرينت اسبرينت جامل الاسبرينت الجامل انت لسه ما عندكش الاكسوجين الكافي اللي عضلتك محتاجة عشان تعمل اسبرينت ده فعضلتك مش وصل لها اكسوجين فتعمل ايه هتخش في ايه فانايروبك جلايكوليسس فبالتالي هتطلع لاكتك اسد فبيقول لك الاكسرسايزينج موسلز بيبقى عندها يعني الاكسوجين عندها فبتعمل ايه لاكتك اسدوزز او بتدخل يعني ان الاكتك اسد بيزيد ليه عشان الاكسرسايزين مش وصل لها جفاية تمام تمام طيب هنقسمها الى two phases two phases انا بحب اسكامها كده من زرعة حصد ال phase one هنزرع فيها هنبزل فيها هندفع فلوس هندفع طاقة خلي بقى احنا بندفع يعني فكرة الجلايكوليسس كلها نحن نحول جلوكوز جلوكوز اولنا كنت كتبها هنا اه فكرة الجلايكوليسس كلها نحن نحول الجلوكوز الى ايه الى اي تي بي تمام تمام ولكن اللي احنا هنعمله بقى ان احنا هنستثمر شوية في الاول هندفع شوية اي تي بي وبعد كده ايه هنعوض بعد كده هنعوض ولازم طبعا التعويض يبقى ايه اكتر من اللي دفعنا تمام تمام فبيقول لك phase one هي ال ايه الانفستمنت phase هي دي اللي بنستثمر فيها الجلوكوز هنا بيتحول الى المركب اسمه ثلاثة فوسفيت ما انتشغلتش بالك والاسم قد كده الى ايه ثلاثة فوسفيت اتنين منه تمام هنقوله بعد كده يعني وان شاء الله نبقى نوضح الكلام ذا المهم ان phase one بنعمل فيها ايه بنزرع phase two بنعمل فيها ايه بنحصد هنا phase two بنحصد energy production دي الايه دي الفيز بتاعت ال energy production اللي هنبدأ نصنع طاقة in this phase الموليكوز اللي هما two molecules ثلاثة فوسفيت بيتحولوا الى ايه الى pyrovate لو كنا aerobic الاكتايت او الاكتاك اسد لو كنا ايه anaerobic وفي المحالة دي هي دي اللي بنطلع فيها الايه هي دي اللي بنطلع فيها الطاقة او ال ATP تمام تمام بصوا كل الكلام اللي احنا كنا عمليه ان نقوله ده تقدر تقولوا ان هم مقدمات الى الوقت هنقول الجليكولوس ذا اللي بجد بالنزيم بكل الحاجات اللي احنا بنخاف منها كده هي مش صعبة بس كتير بصراحة يعني فانت انا حاول اكررها وانت برضو راجعها كزا مرة كده عشان ايه تثبت معها وان شاء الله ايه تبقى اثير طيب نبدأ ونسمي الله احنا عايزين برضو يعني اللي حام في الاهم احنا بنعمل ايه اصلا في الجليكولوس كله بنحاول جلوكوز الى جليسرال ده هي التلاتة فوسفيت بندفع ATP بنحاول جليسرال تلاتة فوسفيت الى بايروفيت بناخد ATP تمام تمام طيب نسمي الله نبدأ بفيز اون فيز ايه فيز منزرع دلوقتي هنالسه ايه بنزرع طيب اول حاجة خلص احنا بنبدأ بالجلوكوز الجلوكوز بتاعنا الجلوكوز ده هنحاوله الى جلوكوز ستة فوسفيت جلوكوز ستة فوسفيت يعني ايه يعني يعني الجلوكوز ده مش سيكس كاربون مش هيكسوز هيكسوز يعني هيكسوز يعني في ستة كاربون بما ان الجلوكوز في ستة كاربون بيجي انزيم بيحطه فوسفيت على ايه على الفربونة رقم ستة فبقى اسمه جلوكوز ستة فوسفيت جلوكوز ستة فوسفيت تمام تمام الانزيم ده اسمه هيكسو كينيز هيكسو كينيز تعال انفصل في الاسم الانزيمات لازم تبقى فاهم الانزيم اسمه كده لآي. عشان ده اللي يسهل عليك الحبس. الانزيم اسمه هيكسوكاينيز هيكسو لانا'و شغل على هيكسوز فيه انزيم تاني بيعمل نفس الشغل انا بالصبت اسمه يا ترى ليه اسم intestine عشان شغل على الجلوكوز يعني ايه كاينيز بقى يعني بيحط 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 فوسفتيت بحط ايه بحط فوسفتيت طيب لو قلت لك انزيم اسمه بيعمل ايه بيشيل فوسفتيت يبقى الكاينيز بيعمل ايه بيشيل الفوسفيت? طيب الهيكسو ياينيز الهيكسو كايينيز هنا حط فوسفة على الايه? حط فوسفتات على الجلوكوز جاب الفوسفة ايه منين جاب الفوسفة من الـATP دعيهrunك احنا هنا عملنا الرأس كلنا اللي عملنا فوق. احنا فوق كن حاولنا AD إلى AT لكن هنا احنا قولت هاي؟ ايه، بندفع فبنستهلك طاقة فبنحول ATP إلى ADP إلى ATP خذنا الفوسفاتاتة هنا كان كان هناك فيه 3 فوسفيت هنا يوجد فيه 2 فوسفيت فين الفوسفاتية دي جات مع الجلوكوز بقى ايه بقى جلوكوز ستة فوسفيت بقى جلوكوز ستة ايه فوسفيت طيب الجلوكوز ستة فوسفيت بعد كده هنشغل عليه انزيم اسمه ايزومريز ايزومريز يعني ايزومريز يعني بيحول بين الايزومرز بيحول بين الايزومرز فهتلاقي ان الجلوكوز ستة فوسفيت بقى فروكتوز ستة فوسفيت اللي هو الايزومر بتاع طيب ايه؟ فوسفوجلوكوز عشان هو في فوسفيت وهو اصلا جلوكوز اللي هو كان جلوكول 6 فوسفيت فياسمه فوسفوجلوكوز ايزوميريز تمام تمام طيب بعد كدة بلك عندنا ايه فروكتوز 6 فوسفيت فروكتوز 6 فوسفيت ما عايز تعمل في الفروكتوز 6 فوسفيت عايزة احطولو كمانفوسفتاية عايزة بيبوات اتنا هيبقى فروكتوز 1gt خطوطين فين نفس الفوسفتiencia الي كانت عند كربون رقم 6 بس عايزين كمان واحدة عند ايه عند كربون رقم واحد هيبقى اسمه ايه بسم الله فركتوز ب 1.6 باي فوسفيت اوف فروكتوز 1.6 بس فوسفيت تمام بالانظيم الى ه Silent احنا قلنا الي كايينيز يعني譜 باجه فوسفيت كايينيز يعني اضي ميه فوسفيد اسم فصفوفروكتو كايينيز فصفو عشانشغل على مركب في فوسفيت والمركب ده اصلا فروكتوز فاسمه فسفو فروكتو وعشان يضع فوسفتيا فاسمه كايينيز ف interactions بين يبقى ثاني مرة اصبع ايحنا بنستهلك طاقة من التلحيم ذو الثلاث فوسفاتات بنحوله الى 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 اللي فيه اتنين فوسفيت ودفعنا طاقة دفعنا طاقة مهم جدا الحتة دي ان احنا بندفع طاقة في حتة الفوسفوفروكتوكاينيز وفي حتة الهكسوكاينيز هو ده الدفع اللي انت هتدفعه في المرحلة كلها عشان بس تبقى فانت كده خلاص دفعت كل اللي عليك وهتبدأ ايه يعني كمان شوية كده هتبدأ توحصد ان شاء الله طيب بيبقى احنا استهلكنا طاقة في لحد الوقت طيب معلومة كمان ان فيه فوسفوفروكتوكاينيز وفي فوسفوفروكتوكاينيز اهي الفرق ما بينهم الاسم ييحييلك بالشر liqu 1 عمل ايه حط الفصفات Yay عند tribun رقم واحد يلي فوسفوفروكتوكاينيز هيعمل ايه هيحط الفصفاتي عند اللي عليكولوسوس بها كده يبقى اللي عندنا في وهناpe الفك او فوسفو diffコえー 1 Yang到底 موجود في الجليقولوسوس عمل ايه؟ طلع فروكتوز واحد ستة واحد ستة بايفوسفيت او بسوسفيت تمام تمام طيب فيه بي اف كي تو احنا المعلومة بي اف كي تو دي هنقولها كمان مر وبعدين فارب اقولها هدلوقتي برطل عشان ايه؟ تربط المعلومات ببعض يعني ان شاء الله البي اف كي تو بيعمل نفس الشيء ده بزط بس بحط الفوسفيتها في مكان مختلف يبقى بي اف كي وان حطها فين عند كربون رقم واحد بي اف كي تو حطها عند كربون رقم اثنين عايز تنسى خالص بي اف كي تو مش مش كده بس اهم يعني مهم جدا يعني مش عايز اقولك اهم انزيم في الجليكوليسس كله هو البي اف كي واحد تمام تمام البي اف كي واحد ده هنحوله الى فروكتوز واحد ستة باي فوسفيت او بس فوسفيت طيب للوقتي يبع عندنا مركب فيه ستة كاربونات وفي اه اتنين فوسفيت حانكسرو عايزين ايه؟ نقسمه كده لنقسمه بحاجة اسمها باي فوسفيت او بيṣ فوسفيت ألدوليز خلاص انت بقيت t吸ع اتعارف بعسمها احسن مني فروكتوز لشة فروكتوز لنقسم اوا بيس فوسفيت يعني ايه يعني فيه اتنين فوسفيت. النقل هايئizes Vilohyd Delphyl Kiron». لكن وليسموا الى حقين حاجة اسمها دايهايد روكسي استيتون فوسفيت المعلش الاسم طويل وجليسرالدهايد 3 فوسفيت المعلم اللي اللي جبنة صيرته كز مرة قبل كده. طبعا طبعا انت واخد بالك بان الجليسترالدهايد اهم بكتير من الايه? من الدايهادروكسي اسيتون. خلينا نقول ان اسمه دهب. كمام? عشان برضو ايه? نلخص كده مع بعض اسمه ايه? اسمه دهب. اوكي? اوكي. طيب. هذا الدهب ده اسمه دايهادروكسي اسيتون فوسفيت. عشان فيه اه دايهادروكسل واسيتون وفي ايه? وفيه فوسفاتية. والتاني اسمه. م Einsライveis. لعشان فيه دايهايد جروب. دهس فيه لقربانرقام ثلاثة. اذا اردتك ان fig gold. 469 Für carbon E Three carbon molecules لانه كان six carbons اصلا the fructose كان فيه كم كربونا? 6. six. fructose كان فيه كم? 6. اسمنا بقى حجم ؟ ممنح letztه 一Par in 3 و ممنح ان لم يكن التلاتة طلع? تمام تمام ؟ الدهب و الجليسترالدهايد 3 الدهب والاسم الزهب والاسم الألم يعني ايه يعني ايزومرس يعني ايه ايزومرس هيشتغل عليهم حاجة اسمها ترايوز فوسفيت ايزومريز خلاص ايزومريز يعني بيحول من ايزومر الى ايزومر طيب يعني ايه ترايوز ترايوز يعني فيه ثلاثة كاربون يعني ايه فوسفيت يعني اللي بيشتغل عليه في ايه في فوسفيت تمام طبعا الستاب دي يعني ممكن الدهب يتحول الى جليسرالدهيد ثلاثة فوسفيت وممكن الجليسرالدهيد ثلاثة فوسفيت يتحول إلي إيه إلي دهب, اللي بيحصل فعليا في الجليكولوسيز إن الدهب يتحول إلي ايه؟ جليسرال دهيد 3 فوسفيدجليسرال دهايد Object 3 утفسمية هو اللي هيكمل بقية الإيه الجليكولوسيز. يبقى احنا كده وصلنا فين خلصنا piece one. خبالك ماشينا من اول الج看一下 listra dedoxith3 قبل بس ممخلصinci anni sarveldao3 فوسفيد أنا اقول دك ان الدهب بيتحول الت nasty 3 فوسفيد يعني الفروكتوز طلع واحد articanco والذهب لما يتحول هيتطلع كمان واحد بيبقى عندنا ايه? اتنين جليسرالدهايد تلاتة فوسفيت. يبقى الجلوكوز في فيز ون ادانا اتنين جليسرالدهايد تلاتة فوسفيت. تعالى نراجع بسرعة الفيز ون. فيز ون عملنا فيها ايه? اول حاجة خالص واول خالص. اللي هي الهيكسو كاينيز او الجلوكو كاينيز. بيعمل ايه? كاينيز يعني ايهيكسو يعني شغال على هيكسوز او جلوكو يعني شغال على الجلوكوز. يعني هيعمل اللي برضو هيحط الفوسفتية للجلوكوز هيخليه جلوكوز ستة فوسفيت. هيجيب الفوسفتية دي منين؟ مهمة جدا الحتة دي. بيجيب الفوسفتية من بندفع هنا ايه? بندفع هنا طاقة عشان المرحلة دي هي اسمها Мرحلة منزرع. اللي هي ال ايه? الفيز ون. والستيب دي برضو منسيت اقولها ان هذه الاستيب دي يعني مش ممكن تقال دول طيب ده هيكسوكاينيز انا هحول من جلوكوز صتة فوصفيت الى جلوكوز لا ما تشتغلش مينفعش في ان زيت ترجع الرايح جاي انما الانزيم ده مينفعش ترجع في فيه تمام تمام والانزيم ده والفوسوافروكتوكاينيز وانزيم كمان بروع اليهم الكي hours الكي انزيم سietet الحسنا معلومة دي كمان شوائي الكي انزيمز هي اللي بتشتغل علها وبتركز حالها ت毫عون ست ااا او تزود التفاعلات. ما علينا? خلينا نركز في فيز وان. حاولنا جلوكوز الى جلوكوز ستة فوسفيت بالايه? بالهكسو كاينيز او بالجلوكو كاينيز. طيب الجلوكوز ستة فوسفيت هتحول الى فروكتوز ستة فوسفيت بالأيزميريز والأيزميريز بيحول بين ايه بين ولاد عم فممكن يروح ويجي. يمكن يحول من جلوكوز ستة فوسفيت الى فروكتوز ستة فوسفيت. والعكس من فروكتوز 으�acre الى جلوكوز. طيب كمان ستيب ايه? يعني رايح بس ما بترجعش من فركتوز ستة فوسفيت الى فركتوز واحد ستة بس فوسفيت او باي فوسفيت. حولنا بالبي اف كي واحد الفركتوز ستة فوسفيت خلينا بقي فيه اتنين فوسفيت بالكاينيز فوسفو فركتو كاينيز. حطناها عند ايه? عند كاربون رقم واحد اللي هي فركتوز واحد ستة باي فوسفيت. تمام? بعد كده شغلنا الدوليز اسمهم اتنين. اسمهم الى دهب وجليسرالدهايد التلاتة فوسفيت. وبين دهب والجليسرالدهايد في ايه? آيزومريز.ako الآيزومريز ذا مؤلنا رايح جاي. كذلك بردو الألدوليز عشان بردو ما اوقتهاش. الالدوليز برضو رايح جاي. يعني الألدوليز ممكن يرجع الجليسرالدهايد تلاتة فوسفيت والدهب لو عندك الاثنين دول يرجعهم الى ايه? فركتوز واحد ستة بس فوسفيت او باي فوسفيت. تمام? تمام? انتهجبنا القصة ان احنا حولنا يدهب الى جليسرال ذهايد و thu 2 ثلاثة بال描く點 store النظاميات ليس طوال لابدنا 2 . الاتنان الاستعمال till itp يزود bronze مرة زودنا على الجلوكوز مرة زودنا على فروكتوز 8 واحد يحاول من الجلوكوز 6 الى فروكتوز واحد يحاول من الذهب للجلبيسرال دهايد والعكس والعكس وفي التشمال الذي نعم طلعنا اليه ايه الدهت ثلاثة فوسفيت احنا قلنا ان احنا مركبين من holderجماية الدهت ثلاثة فوسفيت احنا هنمشي دا الوقتين هنكمل الدورة على اساس ان ههただ واحد بس نانسان اي ناتجه هنطلعه هندربه فتنين لان انت عارف ان انت عندك جلسرOk 3 فوسفيت يعني اولا ان نقول ان احنا حدنا 1 acute واحد ATP يستعمل هذا الطريق بإستعمال الجليسرال دهاية 3 فوسفيت 1 فإننا في الآخر هندرب في 2 ونقول إننا طلعنا 2 ATP لكي لدينا 2 جليسرال دهاية 3 فوسفيت إن شاء الله تكون وضع هذا الجليسرال دهاية 3 فوسفيت سنفعله سنفعله ماذا؟ سنفعله ما اسمها ديهايدروجينيز يعني ما اسمه ديهايدروجينيز سنفعل منه هيدروجين نرمي في الشرع كده لا بالعكس ده هيدروجين لو تفتكر فاكر في الأول خالص لما قلت لك إيه؟ الهيدروجين أينز بنستعملها عشان نولد طاقة فاكر في الأكسيداتي في فوسفريليشن الهيدروجين أينز دي بنسبلنا مهمة جدا مهمة جدا جدا فعلا يعني وهي دي اللي بنصنع منها كمية اي تي بي كبيرة تمام تمام فالهيدروجين أينز دي لما هنشيلها من المركب مش نرميع في الشارع لأ هنشيل لأ هنجيب حدي ايه يشتلها الحدي اللي بيشيلها ده اسمه هيدروجين كارير او هيدروجين أين كارير عندنا هتوين كارير أساسيين الناد و الفاد هو اسم plutôt المRed الفاد ادينين لا تعرف ماذا لا تسغيل ذلك يحفظهم الناد وفاد المناسبة سيعمل الماضي سيشيل الهيدروجيناء الموجود الماضي والناد يشيل الهيدروجيناء لحافظ الناد وهناد اثبت نباتي بالفاد سيتحاول الى فاد اثبت نفس الفكرة بطلط ان هما يشيله الهيدروجيناء بعد ذلك الهايدروجيناء اللي هما اضحلوها هذا نستطيع استعمالها لكي نملد منها طاقة سيقص لك أن ناد اتش واحدة ناد اتش بلاس اتش واحدة يمكنك لك تلاته ايتي بي والفاد اتش تو الوحدة تقدر ضيلاع لك اتنيا إيتي بي تمام تمام حسنا عملنا ايه؟ هأني ا driven glyc moins عشان ايه nenes عشان ما نعودوه this glyceryl we use 3 supers قليبنا ف promet مين ايه ديahl sean hydrogenase ديه ديه حشر hydrogen هيل ايتش الانز هيل اه ا domin اينز الهيدر communism هتروح لناد هتحول الى ناد هتحول الى ناد الافاضي ده معه ايه معهش هايدرين الناد اللي شايل ناد اتش بلس اتش تمام تمام طيب عايزين نقول برضو ان ندخل هنا كمان فوسفتين يعني مش بس كان تديه هايدروجينيش بسيل هايدروجين لا في فوسفتين اهي شايف الفوسفتين دي الفوسفتين دي مكنتش موجود الفوسفتين دي هتخش هنا فالجليسرال لهيه تلاتة فوسفيت اللي كان في فوسفتيا وحدة هيبقى في وحدة هيبقى في ايه هيبقى في اتنين فوسفيت زيبي اسمه واحد thialata بس فوسفو او باي فوسفو نفس الفكرة على فكرة عجي لا تقبطش نفسها عن بس فوسفو جليسرية نفس الاسم بالضبط بس هما نفس الشي انه بقى في ايه بقى في اتنين فوسفيت واحده عند كاربون رقم واحده عند كاربون رقم ايه عند كاربون رقم ثلاثة تمام تمام طيب هنا هنبدأ نحصل اخيرا على فكرة الناد اتش برده يعني الناد اتش ده لوحده لو انه قلتلك انه بيسوي ثلاثة اي تي بي فالتكده اصلا اصلا طلعت المكسب بس ما طلعتوش ATP يعني الناد اتش ده لسه حوارات على ما يبقى ATP لا انا عايز ATP دلوقتي حالة فبق تعال نبدأ اني طلع ATP دلوقتي حالة الواحد ثلاثة بس فوسفو جليسريت بيتحاول الى ثلاثة فوسفو جليسريت يعني ايه اللي حصل شلنا فوسفتاية ولما نشيل فوسفتاية هنشيلها مع مين اللي كنا بنسرق منه قبل كده هنحول ال ADP الى ATP يبقى هنا في انزيم اسمه كاينيز لكن الكاينيز اللي كان فوق كان بيعمل كاينيز او بيحط فوسفيت على مين على الجلوكول هنا بيحط الفوسفيت على مين�� calories ADP يبقى الفوسفو جلسريت اللي هيشتغل على الواحد ثلاثةär بس فوسفو جليسريت هيحط كاينيز هيعمل ايه cancers يعني بيحمل ايه يعني بيحط الفوسفيت هيحط الفوسفيت دى على مين على ADP ال ADP несعرف ايه الامة ان هم اتنين فوسفيت هيحولهم الى ATP يعني كده ايه طلعنا ATP كده طلعنا ATP بهاي تمام تمام يبقى واحد تلاتة بس فوسفو جليسريت اللي يحول الى تلاتة فوسفو جليسريت تمام تمام في معلومة جانبية كده هنقولها بعدين برضو ان شاء الله ان التلاتة فوسفو جليسريت ده ممكن يتحول الى سيرين يعني ما تشغلش بلك بها خالص تمام تمام طيب التلاتة فوسفو جليسريت التلاتة فوسفو جليسريت بيتحول الى اه واحد شبهه اللي هو الاتنين فوسفو جليسريت نفس يعني الكلام عبيض او بصراحة هو كان تلاتة بقى اتنين يعني ايه اللي حصل يعني اشتغل على المركبة اسمه اين فوسفو جليسريت فاسمه فوس اجليسريت يعني القمة في الام في الابداع في التسمية يبقى اعملنا ايه الحد الوقت جبنا ص pelaهاية تلاتة فوسفيت حاولنا الى واحد جيس فوس فوسفو شغلنا عليه كينيز شغلنا عليه ايه كينيز فوسفو جليسريت كينيز خلي بالك نفس الانزيم يعني نفس الاسم الاول فوسفو جليسريت ميوتيز وفوسفو جليسريت كينيز الكينيز بيحط فوسفتاء حطها بمعالمين حطها على ال اي دي بي حوله الى اي تي بي خطوة مهمة جدا وبدأنا زي ما قلنا لك ايه نحصو طيب المرحلة اللي بعدها عملنا ميوتيز حولنا ثلاثة فوسفو جلسريت الى اثنين فوسفو جلسريت. الاثنين فوسفو جلسريت ده ہنشغل عليه انزايم اسمه اينوليز. اي اينوليز بيطلع Ok?nyose يEntre Mel Kahlo boate. مش مهم ما قد كده بالنسبة لنا. اذا اعزك تعرف بس معلومة بسيطة هنحتاجه بعد كده ان في هنا مغنيزيوم. في هنا مغنيزيوم ككو انزايم. كو انزايم يعني بيقف جنب الانزايم بحemi. معرف الانزايم كده احيانا يحتاج يقف جنبه ليسدي. المانكان هو الذي يقف المواقف hugo ويقف معه في المواقف الصعب هذي دي. اتنين فوسفو جليسري الده هيتحاول الى اين? فوسفو اينيبايروفيت. فوسفو اينيبايروفيت هو اسمه معقد شوية بس مالاشية هيриة PEP مشهورة لو كتبت به فيها واذا انسان اشوالله اعبثيهاło. المهم الا اسمه ايه? فوسفو اينيبايروفيت. تمام. تمام. فوسفو اينيببايروفيت ده هنشغل عليه اخر انزيم معانا في الجليكولوسس. اه وهو البايروفيت كاينيز. كاينيز يعني بيعمل ايه? يعني بيحط فوسفتاة. هنا برضو هنحط فوسفتاة على مين? هنحط فوسفتاة على ال اي دي بي عشان نطلع اي تي بي. حتى ده خلصنا الجليكولوسس. تعالنا لما شوية كلامة اللي تقال في فيز تو بعد كده لما فيز وان وفيز تو. طيب خلينا لما فيز تو الاول. احنا قلنا ان احنا بدأنا بجليسرال دهائي التلتة فوسفيت. عملنا ايه في الشغلنا عليها يعني هنشيل الهيدرجن. الهيدرجن ده هنشيل عنيرمي في الشارع? لا طبعا لهايدرجن ده بانسبلنا غالي. فهنشيله مين للناد اتش بلاس اتش. الناد اتش بلاس اتش ده بعد كده ان شاء الله هيطلع علينا اي تي في. طيب دخلنا هنا برضو فوسفتاة. الفوسفتاة دي حولت بقى فيه فوسفتتين. بقى فيه عدد اتنين فوسفت. فبقى ايه? واحد تلاتة. يعني واحد يعني موجود عند الكاربون رقم واحد فوسفتية وعند الكاربون رقم تلاتة فوسفتية فبقى واحد تلاتة باي فوسفو او بس فوسفو. نفس المعنى جليسترت. تمام?? تمام. طيب بعد كده الفوسفو جليستيت كاينيز وفوس فوسفو جليستريت. الكاينيز هيضيف الفوسفتية لمين اتحاول الى اي ي تي Willow طال prodb الآية للاني تلاتة تلاتة فوسفو جليستريت لان هي كانت واحد وتلاتة فالفوسفتية اللي كانت عند واحد اتسرقت. رحت فين? راحت مع ال اي دي بي. طيب اللي عندي ثلاثة عايزين نجابها في النص. عايزين نخليها اتنين فوسفو جليسريت. هنشغل مين? فوسفو جليسريت ميوتيز. طيب بعد كده هنسرق منه مية. هنشيل من الاتنين فوسفو جليسريت ده مية. بانزيم اسمه اللي كان بيحتاج مع حد يقف جنبه اللي هو ال اي الماجنيزيم. هيطلع علينا فوسفو اين البايروفيت او بي اي بي. وهنشغل عليه اخر انزيم بايروفيت كينيز البايروفيت كينيز يعني بيعمل ايه? يعني بيحطه فوسفتيية. بيحط الفوسفتية على امي? على ال اي دي بي. هيحوله الى ايه? الى اي تي بي. وكده طلعنا البايروفيت. انا عايز اتأخذ لي بالك بقى من الاي? من اللمة الكبيرة اللي احنا عملناها. احنا قلنا فيزون بنعمل فيها ايه? بنحاول الجلوكوس الى جليسيرالدهايت التلاتة فوسفوipe. وجليسيرالدهايت 3 فوسفيت. فلما تيجي تقول ان انت طلعت هنا ATP فديه هيتعمل مرتين فهتطلع اتنين ATP هنا واثنين ATP هنا. فالناتج ان انت طلعت اتنين ATP صافي ربح. صافي ايه؟ ربح. طيب عزين برضو عشان نحاول نسهل شوي. عيزعم تخط ببلك ان في Steps او في Phase One معلش. لما قلنا كاينيز كنا بنضيف للمركب. لما قلنا كاينيز في Phase One كنا بنضيف للمركب اللي احنا شغالين عليه. يعني لما قلنا هنا HC w cainese وضفنا للجلوكوز فوسفتية وسرقناها من الATP لما قولنا هنا فوسفوفروكتوكينيز ضفنا للفروكتوز فوسفتية وسرقناها من الATP طيب لما بنقول في فيز 2 كينيز لا العكس العكس هنعمل ايه هنضيف فوسفتية للATP مش هناخد منه هنسرق من ال ايه من المركب اللي احنا شغالين عليه ففوسفو جليسريت كينيز بيضيف للADP حاوله الATP والبايروفيت كينيز بيحاول الADP الى ATP تمام تمام هي انزمات كتير جدا بصراحة اللي انا قلت لك عليهم الـ Key Enzymes هيكسوكينيز فوسفوفروكتوكينيز وبايروفيت كينيز الانزمات دي مش بس مهمة عشان انا قلت كده وخلاص لا اولا الانزمات دي التلاتة الريفيرزابل يعني الستيبس دي كلها ريفيرزابل الستيبس دي ريفيرزابل يعني انت ممكن ترجع من فوسفوين البيروفيت الاثنين كده هو رايح جاي رايح جاي كل ده رايح جاي مفيش اي مشكلة تمام تمام عدا الستيبس اللي ايه اللي معمولة هايلايت البيروفيت كينيز الفوسفوفروكتوكينيز واحد والهيكسوكينيز التلاتة دول الريفيرزابل وبرضو حاجة كمان كون ان هما Key Enzymes معناها ان انت لما تعود تقلل الرياكشن ده يعني انا مثلا عايز اخلي الخلية تستعمل الجلوكوز عندي جلوكوز كتير في الدم بوزعه على الخلية فهنا بقول للخلية استعملي الجلوكوز فعايز اشغل الجلايكولسيز لان ده استعمل لك الجلوكوز فهنزود مين الانزيمات اللي هركز عليها مش هنزود كل حاجة هنزود الهيكسوكينيز الفوسفروكتوكينيز والبايروفيت كينيز هما دول التلات انزيمات الام الاساسية اللي هنشتغل عليهم تمام تمام هما دول Key Enzymes ان شاء الله تكون كده الجلايكولسيز لمت يعني ربنا يعانكم طيب البايروفيت اللي هو كان اخر حاجة اشتغلنا عليها زي ما قلنا احيانا لما يبقى الوضع انايروبك مفيش اكسوجين ده بيتحول الى حاجة اسمها لكتيك اسد او لكتيت طيب مشكلة ده بصراحة حاجتين ان هو اللكتيك اسد ده زيادته بيعمل مشاكل بس دي مش نتكلم عليها والبايروفيك اسد عشان نحوله الى لكتيت بنستهلك ناد ايتش بلاس اتش بنستهلك ناد ايتش بلاس اتش وهنا استثمار ما بيجيبش عائد مفيش اي ربح بعد كده بيستهلك ناد ايتش بلاس اتش عشان يطلع اناد والناده بالنسبة لي الملوك يعني مش ذو قيمة اوي إنما ناد ايتش بلاس اتش ده انا قلتلك ان هو بيساوي تلاتة اي تي بي الواحده كده هو يقدر يطلعلك ايه؟ تلاتة اي تي بي طيب ده في حالة ان مافيش اكسوجن بنحول البيروفيت إلى لقتيت او بايروفيك أسد إلى لكتيك أسد بانزايم اسمه لاكتيت دي هايدروجينايز وخبت على الأسماء نفسها بنغير 없ال دي هايدروجينايز يعني بنعمل فيه يعني بنشيل هايدروجين فلما نشيل هايدروجين هنرميه في الشارع لا هنشايره للاد اش هل نعم؟ ه 성째 Dur seul هو اسمه هايدروجينايز يعني بحول لكتيك أسد إلى بايروفيت ولكن انزايم زي fermented اخيب بالك. هو نفس الانزائم شغال في الناحيتين. هو نفس الانزائم ايه شغال في الناحيتين. تمام? تمام. طيب اه ده في حالة الارجفرزبل. انا عايز اه المها بس قبل ما نكمل. فخلينا حاولنا لديها سريعا كده. اول خالص بدأنا بيها الجلوكوز. بعد كده دفعنا طاقة بالحكسوكينيز او الجلوكوينيز حاولناها الى فروكتوز فوسفيت تمام تمام. بعد كده دفعنا الطاقة كمام مرة بالبي اف كي واحد او الفوسفوفروكتوكينيز واحد. حاول المراحل دي عملنا فيها ايه? فوسفوريليشن. عملنا فوسفوريليشن للسبستريت اللي احنا شغالين عليهم. دفعنا هنا ايه? طاقة. بعد كده تطلع لك توموريكيولز اوف تريوس فوسفيت اللي هو من الجليسرالدهايد تلاتة فوسفيت. تمام? تمام. هنا بقى بنبدأ نطلع اثنين اي تي بي. بنطلع اثنين هيدرجن. وبنطلع كمان اثنين اي تي بي في الآخر خالص. الاتنين اي تي بي اللي في الآخر كانوا ملقياه بالبايروفيت كينيز. طب اللي قبل كده كان في الاكشنات اللي في الاول طلعنا اتنين هيدرجن بقى اتنين او الناد اتش بلاس اتش. نفس المسمة ل kunnen thingspia. تمام? تمام. يبقى احنا كل اللي دفعناه كان دفعنا في الاول خالص اتنين اي تي بي طيب طلعنا كم? طلعنا اربع اي تي بي لو احنا سوناهم هيبقى اتنين اتي بي واتنين اتش بلاس اتشauftrecال عملنا منك لك بعد كده نقدر نترجمه ايه الى ايه? الى اي تي بي. تمام? تمام. طيب. اه في بردو رسمات كده يعني مثل مهم بس مش مهمين او بالنسبة تعالى نلمي الانرجي او الانرجي اه قصة الانرجي كلها اول حاجة الانرجي كونسيومد اللي دفعنا كام? مرحلة ايه? مرحلة من زرعة هنزرعة دلوقتي. او هو نفس الشغل لنا. بيعمل ايه? بيدفع اي تي بي. ايه اي تي بي. يعني سبيرد هنوفر الاتي بي هاية دي. لان احنا لما بنكسر الجلايكوجين اللي ما تخزن عندنا في الجسم. بينزل لنا على طول جلوكوز ستة فوسفيت. شغلانة الهيكسوكينيز كانت ايه اصلا? يحاول الجلوكوز الى جلوكوز ستة فوسفيت. فلو انت عندك جلوكوز ستة فوسفيت مش محتاج تشغل الانزام ده فهتوفر على نفسك ايه? اي تي بي هاية تمام? تمام. طيب مين تاني بيدفع اي تي بي الفوسفوفروكتوكينيز. وان اي تي بي از لست. سوزة توتال لست كام اتنين اي تي بي. تمام? تمام. طيب من زرعة حصد. اول حاجة. ستيب سيكس بالجليسرال دهاي تلاتة فوسفيت. اه لما يشتغل عليه. هياخد منه ايه? هياخد منه هايدروجين. الهايدروجين ده بيتريمش في الشارع. من اللي بياخده الناد اتش بلاس اتش. ومما ان الرياكشن ده بيحصل مرتين. احنا عندنا اتنين جليسرال دهاي تلاتة فوسفيت. هيطلع لنا اتنين ناد اتش بلاس اتش. والناد اتش زي ما قلت لك بتسوي ايه? تلاتة اي تي بي. فاتنين منها بيسوي ستة اي تي بي. تمام? تمام. فكرة بس الناد اتش بلاس اتش انا عمل اقول لك بعدين وان شاء الله وليه? عشان الناد اتش بلاس اتش لو في حتة مفهاش اكسجن ما بيسويش ضق. يعني الكلام ده. الناد اتش بلاس اتش يسوي ثلاثة اتش لو مافيش اكسجن يبقى . انבס� ايه تراتين مالذيزة بالنسبة. تمام؟ تمام. طيب اللي بعد كده الفوسفو جليسرو كاينيز فاكر لما كان عندنا واحد ثلاثة فوسفو جليسريت او باي فوسفو جليسريت شغلنا عليه كاينيز وقلت لك اي كاينيز في الفيز تو بتعمل ايه بتحط للإيه دي بي. الاي كاينيز في فيز بتحط على المركب بتاخد من تمام? تمام. فواحد ثلاثة حولناه الى ثلاثة صح? لان احنا بنكرر الرياكشن مرتين. اخر خالص اللي كنا بنحول فيها الفوسفوين البايروفيت الى بايروفيت بالبايروفيت كينيز. بالاي? بالبايروفيت كينيز. فهنا برضو بنطلع كينيز في يعني بنحط فين? على الرياكشن ده بيحصل مرتين. فبنطلع اتنين اي تي بي. لو حسبنا النات اتش يبقى كم عشرة اي تي بي. تمام? تمام. طيب لو كنا اندر انايروبك كونديشن يعني مش هنحسب مش هنحسب الاناتش. فالجلوكوز بيتحول في الاخر خالص الى اه اه. اه اه. بيطلع لنا الناتج اتنين اي تي بيز. ولو كنا بديين برغلايكوشن يعني حولنا اه عملنا لاول خطوة خالص بتاته الجلوكوينيز هيطلع لنا ثلاثة اي تي بيز. يعني ببساطة احنا في الانايروبيك كوندشنز. اخيرا انها خلصت حتى لو جميين من جلايكوشن تلاتة ايتي في. تمام? تمام. طيب ف الايروبيك كوندشنز الجلوكوس بيتحاول الى بايروفيك اسيد. والذى بعد كده بيعمل لك ايه? اي اه اي Etsy?! ايwww. اللي هما اللي بتوع البييروفيك اسد اللي هو اربعة ع prisoner اثنين. بلس سيكس اتي بيز اللي هما بتوع الايه? بتوع الناد اتش. تمام? فبطلع انا الناتج تمانية اي يعني كل اللي حصدناه عشرة ولكن احنا دفعنا اثنين فالنت او الصافي تمام تمام طيب اهمية الجليكولوس بصراحة يعني انا شايف ان دي يعني سؤال لي يعيب فينا كده اهمية الجليكولوس يا رجل بقولك الاكل كله بيساوي جلوكوز وانت بتاكل عشان الطاقة والجليكولوس هي اللي بتحولك الجليكوز الى طاقة يعني محتاج اي اهم من كده ولكن الجليكولوس مش هي الحاجة الوحيدة اللي بيطلع منها طاقة بل هي اصلا يعني مش اكتر حاجة بتطلع طاقة اللي بعد كده اهم منها آآ من حيس ان هم بيتطلعوا طاقة ولكن كلهم معتمدين عليه. على كل عشان ملا خبطكش معي. خلينا نقول ال الهمتعامة الى امورتنس ان functions of aim of Glykulosis. رقم 1. it is the only source of energy for RBCs. only source of energy for RBCs. ليه الكلام ده? لأن الارب بيسيس ما عندهاش ميتو كوندري وكل الرأكشنز اللي هتحصل وبعد كده هتحصل وكل ان هي ما عندهاش ميتو كوندري. وكل ان هي ما عندهاش ميتو كوندري فهي the only source of energy for RBCs بتطلع اتلين ETPs والـaha RBCs بتقول ايه الحمده الله رضا تمام تمام طيب هي main accepts الإ一定 nicht only the main source of energy for exercising muscle لان زي ما قلنا exercising muscle كأنها ايه كانها مش وصل لها oxygen كفاية عشان انت لسه يعني قد ت отметitu في انت فجأة والكلب وراك وانت لسه مالحق تشتاخد نفسك في الكلام ده فالحضرات مش وصل لها oxygen الكافي ف بشكل اساسي ان هي تولد الطاقة. طيب يبقى هي the only source for the the main source for the exercising muscle. بت supply small amount of energy to all cells زي ما احنا قلنا الاتنين اي تي بي لو مفيش او تو. وتمانية اي تي بي لو في او تو. بتدي بايروفيك اسد او بايروفيت. بايروفيت ده بعد كده بيدي اسيتايل كو ايه واكزالو اسيتيت. الكلام ده هنقوله ان شاء الله ما نجي نتكلم عن الكريبس سايكل مهمة جدا. تمام? تمام. برضو بتدي دهب فاكر لما قلنا فركتوز 1-6. بسفوسفيت بيتحاول الا حاجتين. دهب وايه وجليسرالدهيت 3 فوسفيت. الدهب ده ممكن بعد كده نعمل حاجه منه اسمه جليسرول جليسرول 3 فوسفيت. جليسرول 3 فوسفيت. جليسرول 3 فوسفيت ده مهم جدا في تصنيع الايه? الليبيدز. مهم في تصنيع الدهون. تمام? تمام. وبرده الفوسفوليبيدز. طيب بيدي برضو بايروفيت هو نفس بايروفيت. والبايروفيت ممكن نعمل البيروفيت الانين اللي هو الامينوأسد للالانين المعروف وممكن بتدي برضو ثلاثة فوسفوجليسريت فاكر لما قلنا واحد وثلاثة اشتغل عليه كاينيز كاينيز في الفيس دو يعني بيحط للاتب يعني يتحول الى ثلاثة فوسفوجليسريت ثلاثة فوسفوجليسريت ده اللي عملنا عليه ترينس امينيشن بيدينا ايه سيرين امينوأسد فاكر لنا قلتها لك في كنت كتابها كده يعني وقلت لك مش مهمة احيه جاء وقتها تمام تمام يعني السؤال ده لو هيجي اضمان ممكن نيجي كريتن مسلا ولا حاجة معرفش والله انت عندوك ريتن ولا ايه بس عموما لو عايز تفتكرها هو المصدر الوحيد في المصدر الاساسي في الايه في الاكسرسايزنج مصد بيوفر طاقة اه نسبيا قليلة على حسب انايروبك ولا ايروبك بيوفر بيروفيت وبيروفيت ده بيعمل حاجات كتير منها انو بيدينا استيركو ايه واجزوله استيد شان نستعمله منها انو بتحول لالانين اه كامينو اسد وبيدينا برضو حاجات تانية غير البيروفيت الدهب والدهب ده بنستعمله عشان نصنع تلاتة فوسفيت وكليسرول تلاتة فوسفيت ده ممكن نستعمله بعد كده عشان نصنع دهون بيدينا برضو تلاتة فوسفو جليسريت وده ممكن نصنع منه كمان امينو اسد اللي هو الايه السيرين طيب بيقول لك واحد تلاتة وعشرة عايزك انت هتفتكر لي ايه هي ستيبس واحد 必وں تلاتة ولل١琳 ٨ اللي قلنا عليهم الستيبس اللي احنا قلنا اهميتها تكمن او اهميتها بجلوعها اساسي منها انها اتفاق錯 ال هكسوكاينيز اللي هي اللي بيكلم عليها فوسفوفروكتوكاينيز واحد وعاشر ستيب اللي هي الايه اوف helped us know that there is one color الوصفيت polyglycos mybrivolent طيب بيقول لك ان كمانcimento on glycolosis الجلوكوز يتحول الا الجلوكوز سيتوفيتي يعني sulfوراية جذر حضينا للفروسفيتية ايضاân من جلوكاينيذ أو هيكسوكاينيذ اليوم الأنسان بإدخال جادهة مقارنة الحقود chodm heart اي مشكلة. انما جلوكوكاينيز لا. درجة ايه? بتاع الناس الرايئة. اكتس اونلي اون ايه? اكتس اونلي اون جلوكوز. طيب هيكسوكاينيز عامة الشعب. موجود في كل حتة. عدم ناس الرايئة. اللي هما مين? الليفر والبانكرياس. فاكرة لما قلنا في الاول خالص لما كنا بنتكلم عن مين بيعلي ومين بيوطي الجلوكوز. الليفر والبانكرياس هم معلمين الحوار ده. يعني لما تيجي تقول عايزة ازبط جلوكوز في الدم. شوف الليفر والبانكرياس هم اللي بيخلصوا الكلام. تمام? تمام. يبقى الجلوكوكاينيز بتاع الناس الرائعة هتلاقي عند مين? عند الليفر والبانكرياس. مفيش حد غيره. تمام? تمام. طيب. الاكسوكاينيز والجلوكوكاينيز هنكلم عن حاجة اسمها الكي ام. الفكرة انا مش عارف انتوا عارفين يعني ايه كي ام ولا لأ. خلنا نقول يعني ايه كي ام سريعا وبعد كده ان شاء الله ان نفرق ما بينهم. طيب ده اه هركزوا مع الخط اللي خلينا نكبرها لحظة. بسم الله. طيب ركز مع الخط اللي هو اللي بالاخضر. ده. تمام? تمام. اعزك تاخد بالك الخط الاخضر ده هنا على الشمال. ريت اوف ري اكشن. ريت اوف ري اكشن. اللي هو سرعة الري اكشن. وتحت سبستريت كونسنتريشن. الكمية السبستريت اللي هيشتغل عليها الانزايم. ده اه اه جراف او اه لشغل الانزايم. الري اوف ري اكشن بتاع الانزايم. وكمية السبستريت اللي هو بيشتغل عليها. تمام? تمام. طيب اي انزايم بيشتغل لاخر. لأي اخر? الاخر ده بنسميه دي كده اسمها VMAX. V اللي هي اللي بنقيس بها الري اكشن. VMAX يعني ايه جاب اخره. تمام? تمام. طيب. تعال نقسم الVMAX ده. هنطلع حاجه اسمها نصف نص ايه نص فيماكس اللي هي هتبقى هنا كده تقريبا تمام تمام طيب نص فيماكس هتنزل بقى تشوف اللي انت وصلت عنده لنص فيماكس ده اسمه ايه ده اسمه كي ام ده اسمه ايه كي ام طيب كمان مثال عشان الصورة توضح اكتر صورة اركز مع اللي بالنفسي نفس الفكرة بالضبط الانزيم ده لي ايه ليه اخر اسمه فيماكس طيب تعال نقسم اللي هو نص فيماكس نص فيماكس خدنا هنا خط ونزلنا هنا كده ده الايه ده كي ام بتاع الانزيم ده تمام تمام طيب اي فكرة الكي ام بيعبر عن ايه ايه يعني ايه ايه اللي انا استفدت لو ما عرفت الكي ام بتاع الانزيم ده اعلى من ده ولا ده اقل من ده ولا ايه لما يكون ال-KM عالي معناها ببساطة ان احنا عشان نوصل لنص V-max محتاجين جولوكوز او محتاجين سبستريت اكتر عشان نوصل لنص V-max اللي هو نص الشغل احتاجت هنا في الانزيم ده سبستريت اكتر في حين اللي في الانزيم اللي على الشمال اللي هو الاخطر احتاجت سبستريت اقل عشان نوصل لنص V-max يبقى ثاني ال-KM هو سبستريت كونسنتريشي هو كمية السبستريت التي احتاجتها عشان توصل لنص V-max لو كمية دي قليلة عشان توصل لنص V-max ده معناها انه عندك لو كمية دي كبيرة عشان توصل لنص V-max معناها انت عندك تمام تمام طيب مين عنده لو لو tecn فوقيته عند ال Parts' professional scientists يعني بتاع عامة الشعب ولاله بقبل اي حاجة أي تجلوكوز بيشوفه ويشبط فيه ويقول تمام فبيشتغل Glucoze ستجدوا مصدري ال風حام يعني هنا كدة قليل ستجدوا هوصل النصف joined to the max ويحاول الاية جلوكوز يمسك فيه بصراحة كلمة مناسبة جدا han goals or any high quantities وهو обычно هاتمسك فيه فمن كان لا رأي�� كيف حتى ال KM لكن احتفظ ذلك high Equal يعني محب يمسك فيه عندما عنده يا كل إجابها ستجدوا السمف وكما ي Baklar كماisel ستجدوا حidar برضو شغائي. طيب هاي كيم يعني لو افينت字. هاي كيم يعني ايه? يعني لو افينت غلوكوس. فمحتاج غلوكوس عالي نسبيا. هاي كونسنتريشن اف غلوكوس لشان يبدأ اي ايه? يشتغل. تمام? تمام. حسطي التكيم بصراحة يعني انا كنتش يريد كروتها بس هي بصراحة مش مهمة قد كده. على كل حال نكمل. الاندوكشن يعني هل ممكن الانزيم ده ايه انشغل عليه هي هرمونات الهرمون الاساسي اصلا في الجلوكز ايه الانسولين الهيكسوكايونين Educatute هيا العبور يعني انسولين ما بيروح يشتغل يزود الجلوكايcomes موجود موجود فين يعني الانسولين شغله بشكل كبير فين في� Rico عايزين نفهم فكرة بسيطة انا عندي مركب A بيديني B بيديني C وهكذا. تمام تمام. طيب لو C ده بقى كتير قوي كتير قوي. انا مش محتاجة امشي الرياكشنات دي. خلاص كفاية. فC اللي هو البرودكت ذات نفسه اللي طلع بيروح على الانزايم اللي كان هنا ده يقول له خلاص بطل شغر. كفاية. انا كC انا اقتلعت كتير. تمام. فدي اسمها نيجاتف فيدباك بانهباشن. او اند برودكت اند البرودكت اللي في النهاية اند برودكت انهباشن. تمام تمام. فديباك ان هي اش عرفت ترجمةها بالعربية كده تخزية مرجعية حقيقة كده يعني المهم ان ايه ان سي بيوقف اللي في الاخر. اللي في الاخر بيوقف اللي ايه? بيوقف اللي في الاول. تمام تمام. فمثال ده ان الجلوكوز اللي كنا بنحوله الى الجلوكوز ستا فوسفيت بالهكسو كاينيز هتلاقي ان الجلوكوز ستا فوسفيت ده لما يبقى كتير وخلاص كده اكتفينا هيرجع يعمل ايه? فيدباك على الهكسو كانيز يعرف يعمل هذا الكلام مع جوليكوكانيز لا بسبب غلوكوس سيتافوسفيد تمام تمام الجدل مقرنة من الهكسو كانيز والجوليكوكانيز يعني مهمة لحد ما قابل المهم بس تتعرف ايه الفرق ما بينهم ده موجود فين ده بيش موجود فين ده بيشتغل على ايه ده بيشتغل على ايه وها كفة طيب هنتكلم ليه اصلا نعمل هنتكلم هينقل وازاي نعمل ويعني اصلا الجلايكوليس الده تفاعلات كتير يعني انزيم وبهاء كذا. الجلايكوليس ده انا مش عايزه اشغاله بدوس rank طول العمر لان احيانا مسلا انا احيانا مسلا واكل زيادة فعايز ازود بقد غلنct llegaيلة جلوكوز عايزة ايه عايزة استعمله طيب انا احيانا صايم كتير لن بأكل بaktة كتير ل трعيمة مجاعة وهنا بأكل بعد propos فل اخير انا عايز اقلة لاستهلاق غلنط notre situation. فالرات غلنct den교 نقلله او نوطيه ايه الفكرة عشان نميت two major cellular needs عشان نوصل لهدفين اساسيين الا وهم production of ATP و production of ATP كافي و provision of building blocks يعني عشان نقدر نستعمل الجركوز نحن نبني منه حاجات ده بقى في حالة ان انت واكل عايز تبني منه دهون عايز تعمل منه بروتينات اللي انت عايزه تمام سنتاتيك يعني هنصنع تمام تمام طيب زي ما قلت لك فيه three control sites of glycosis اللي هما key enzymes تفكر لما انتلك الانزيمز اللي هنشتغع عليهم لما نعوز نقلل او نزود اهم هما تلات hexokinease او glukokinease, phosphofructokinease واحد و pyrovate kinase اللي هما ايه التلاتة key enzymes تمام تمام التلاتة reactions دول كانوا irreversible كانوا ايه irreversible طيب ازاي هنعمله عندنا تلات طرق بنعمل بهم regulation رقم واحد allosteric regulation رقم اثنين covalent modification رقم تلاتة induction او repression او ان احنا نعمل transcription يعني ايه الكلام ده خلينا نبدأ بالallosteric regulation يعني ايه الانزيم اهو تمام ليه active site اللي بيمسك فيه substrate وليه allosteric site allosteric يعني اي حاجة غير ال active site تمام تمام خلينا نفترض ان احنا هنعمل inhibition للانزيم ده فهيجي الانهيبتور يمسك في allosteric site يبوز الليلة يخلي الانزيم ما عرفش يشتغل فيعمل ايه انهيبشن يعني كأنك بتروح للانزيم تقول له ايه اسكت تروح تمسك في الانزيم كده تقفل بقب اسكت خالص ولكن انت فعليا ما بتقفل ال active site انت ايه بتشتغل على allosteric site عشان بس تخيلت ان احد بيسكت اللي هو بتقفل بقب ان انت شغل على ال active site على كل حال ان احنا بنعمل ايه بسم الله اللي بيحصل طيب على كل حال احنا بنعمل allosteric inhibition او activation ممكن تروح تقول للانزيم لا اشتغل تروح على allosteric site الاكتف سايت ما كانش تشغل فانت تروح تمسك في allosteric سايت يعني حاجة غير ال active site فبالتالي لما يجي السبستريت يعرف فالallosteric ممكن يكون inhibition ممكن يكون ايه ممكن يكون activation والallosteric هو اسراعهم لانه بيشتغل زي ملتلك على انزيم ارتول تروح تقول له اسكت او تروح تقول له اتكلم طيب covalent modification covalent modification هي ببساطة كده فوسفوريليشن يعني ايه يعني بنضيف فوسفتاية تاني تاني اه بنضيف فوسفتاية المين الانزيمات كلها لو ضفت لها فوسفتاية او شلت لها فوسفتاية هتشتغل او هتطفي على حسب يعني في انزيم مثلا تضيف له فوسفتاية يشتغل في انزيم تضيف له تشيل منه فوسفتاية يشتغل وهكذا كل انزيم بمزارille تمام 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 فاحنا عايزي Resale نطفي الانزيم ده نروح نقول فلان نروح نجيب كاينيز حد بيحطو فوسفات اي كاينيز بقى ماشي في الشروع كده يقول له تعالى ؟ بس حط لنا فوسفيتا على الانزيم ده خلي ياشكت لو مصلاه ستإفل مع nossos فوسفاتية او نجيب فوسفاتيز كاينيز وفوسفاتيز خليك فاكر المعالات رقم ثلاثة يعني الانزيمات تكون لها اصلا برويتينات والبرويتينات كلها جاي من الجينز او من الجينات الجينات بيروح لها ترانسكريبشن وقصة بتاعت الموليكي دربيولوجي تي كلها المهم ان انا بروح للDNA اقول له ما تصنعش الانزيم ده اصلا ما تخليهوش يخرج من البيت خالص اصلا فده قصة بتاخد وقت اروح للDNA واقول له ما تصنعش بس هو اصلا الانزيم موجود وهكذا فده حاجة بتطول شوية انه على الوقت اللي بياخده الالوستيريك بيفوفوصفررليشن هو كوفيلنت او الترانسكريبشن يختلف بقى ممكن يكون ميليسكند اوي كلام بصراحة اعرف بس ان الالوستيريك اصلا نحن الأفضل بعد كتا ترانسكريبشن اتبع حاجة نبدأ بالايم بالالوستيريك ريجيليشن الالوستيريك ريجيليشن هنشوف فيه فكرة كنت لسه قللها الاند برودكت انهبشن او الفيدباك انهبشن في الاخر هيرجع يقول لي اللي في الاول ايه اسكوتيندا تمام تمام هنشتغل على ثلاثة انزيمز مش هنقلف غيره جلوكوكاينيز فوسفو فروكتوكاينيز بايروفيت كاينيز تمام تمام طيب جلوكوكاينيز فاكرة لما كنا بنا نعمل جدول مقارنة بالجلوكوكاينيز والهكسوكاينيز قلنا الاندباك انهيبشن او الفيدباك انهيبشن موجود في الهكسوكاينيز فقط اللي هو البروتكت الذي يطلعه إنما جلوكوكاينيز لا ما فيهش رجلاش مرش اي ضعوب حد تمام طيب فوسفوفروكتوكاينيز بصراحة الانزيم ده انزيم يا جدعان مهم جدا جدا اجد يعني فوسفوفروكتوكاينيز الانزيمات المهمة جدا نحن الدبان انهيش شكعال عندنا كلنا الحمد لله الانزيم ده اكتفييتد وانهيبتاد بحاجات اكتفييتد بفروكتوز اتنين بيس فوسفيت فيركتوز اثنين بيس فوسفيت واحدة واحدة الادنسين موموفوفوفيت والادنسين دايفوسفيت ده معاناهم ايه ده معانا او خلينا يعني ن Leb trenches الصوره اكتر كده احنا لما كلنا بنشغل Furktose الفي اف كي واحد ده لما كلنا بنشغله كنا بنمشي في حوارات كدير كده صحكم منها نحن بنطلع ايه؟ بنطلع ايتي بي. بنطلع ايتي بي. يعني احن لو بنشغل فاس إحنا معناه نحن عازين نطلع ايه نطلع ايتي بي. تمام تمام. طيب بعد كده ان شاء الله لو لو نجي نتكلم في الكريبس برضو لو كملت السايكل دي شعوي هتلاقي بيطلع مركب اسمه بيطلع مركب اسمه اسمه يعني معنا ان انت وصلت نحنان الطريدة ايه ماشي. ده معنا ان شغالة تمام تمام. طيب واحدة واحدة خلانا اقول لي ايه? الagesc اكتيفيتد باي فروكتوز اتنين ستة بس فيد فاكر لما قلت لك فيه فوسففروكتوكاينيز واحد في فوسففروكتوكاينيز اتنين فوسفروكتوكاينيز اتنين. هما الاتنين موجودين ده بيعمل فروكتوز واحد ستة. وده بيعمل فروكتوز اتنين ستة بس فيد. طيب نした. لما الفروكتوز اتنين ستة ده يبقى موجود اللي بيطلعهcel pfk2. هيروح يقول bfk واحد اشتغل انت. خلي يريح واشتغل انت هتطلع الفروكتروز واحد ستة فوسفيت. تمام? تمام. ان شاء الله دي تكون واضحت. ولما ما واضحتش ان شاء الله برضو ببعد كده هتتقال ثاني ان شاء الله. طيب ادينوزين مونو فوسفيت وادينوزين داي فوسفيت. لما يبقى عندك ادينوزين مونو فوسفيت ودايفوسفيت كتير. هل دول لهم لازمة? هل دول اي تي بي? ما هم ش اي تي بي. طيب انا عايز احولهم لاي تي بي. عايز هم هيروح يعملوا للانزاين ده. لما عملو له ده معنا ان احنا بعد كده هنزود الايه? الاي تي بي. تمام? تمام. طيب. اللي بيعملو له الاتي بي والستريت. والاتي بي والاي والستريت. خلينا نفترض دلوقتي ان الطريق ده مشي بزيادة. بقى عندنا اي تي بي كتير. بقى عندنا كتير. مرس انت ساهمة المفروض. طيب. بقى عندنا ايه كتير. لو الاتنين دول كترو بيعملوا ايه? يرجعوا وراء خالص يقولوا للوراء اسكوتينت. يجي الاتي بي يقول للبي اف كي واحد خليك مريح شوية. يجي الستريت يقول للبي اف كي واحد خليك مريح شوية. الاستريك انهيبشن. الاستريك انهيبشن. يعمل اللي كان بيعمل له اكتيفيشن الادونيزين مونوفوسفيت ودايفوسفيت. مونوفوسفيت. واادونيزين دايفوسفيت. والبرودكت بتاع بي اف كي تو. اللي هو الفروكتوز اتنين ستة بيس فوسفيت. تمام? تمام. ينلموهم بردو الالوجود بردو بعد ما انخلص ان شاء الله اخر واحد خالص اللي هو اللي هو حاجة وحاجة بردو حاجة وانهيبتل بردو حاجة حاجة من اللي وراه يعني لو جينا عن ده الرسمة دي بردو ثلوا نمسح الكلام ده كله كان في طريقة بيوصل لحاجة اسمها ايه اه فوسفوين و البيروفيت كان بيطلع ايه فوسفو اه اسمه اين? بسم الله البيروفيت كان بيطلع بيروفيت بستعمال الانضßerdem يلسمه بيروفيت كينيس يستعمل على النظام يلاسمو الف oportunidad dizendo طيب في ال الستاب دي كان بيطلع او في التاريق ده كان بيطلع فروكتوز واحد ستة بيليل واحد ستة بيليل طيب لما يبقى الفروكتوز واحد ستة بيليل سفيت ده عالي معناها ايه معناها ان احنا عايزين من نمشي في التاريق ده فلما يبقى الطريق ده زاي criar طالع عندنا فروكتوز واحد ستة بيليل معناها شغل الفروكتوز او الف 그�يليل كأن واحد جاي من ورا كده بيقول لك احنا جايين لك بناس كتير جاهز بق كتير وهكذا تمام فالفروكتوز واحد ستة فوسفيت اللي هو ورا البايروفيت كاينيز في الطريق بيقول له اشتغل عشان احنا جايين لك وجايين لك بكمية تمام تمام طيب نفس الفروكتوز واحد ستة بسوسفيت حاجة هتعمل حاجة هتعمل ايه برضو هو هو الايه لما الاي تي بي اللي كان طلع هنا كده يكتر هادي الاي تي بي اهو هيروح يسكت وهيطلع ع فوق القيام يتشغل القيام الجريب 30 The تعمل على تلاتة انزيمة منهم تلاتة انزيمة الهكسكينيز الفيكسوكينيز والفوستوفرو كينيز البايروفيined دعونا نبدأ بال I jaki is completely الفوسفيت. تمام. تمام. وهنا الحتة اللي كنت قلت لك عليه. الجلايكوجين لما بيكسر بيدي جلوكوز 6 فوسفيت على طول. طيب نمسك الانزيم اللي بعده. الPfk واحد. من اللي بيعمله? من اللي بيعمله اكتيفيفيشن? من اللي بيعمله اكتيفيفيشن? الفركتوز اتنين ستة بيسفوسفيت اللي كان بيطلع لما بتشغل الانزيم التاني الاسمه بي اف كي تو كان بيطلع لنا نفس الانزيم بزدد نفس المركب بزدد بس بدل ما هو واحد ستة بايزوح 6 تمام تمام اتنين ستة ده لما يطلع يروح يقول ال P F K واحد خلي P F 2 يريح اشتغل انتم تمام تمام طيب برضو بيزول ال P F K واحد 调BLE 25ders اللاتنين معناها ان احنا ما عندناش A T T B عايزين نصنع ATP فاشتغلوا يا جماعة تمام تمام طيب مين اللي بيعمل الا يعمل الانثامين الذين ال A T P يعمل ال P FK ويعمل ال P F K كينيز. يبقى الاتبي بيعمل انبيائشن للابايروفيت كينيز والأيه والبيف كين كمان بيعمل انبياشن للاواBER technop Mussoliner اللي كان بيطلع بعد كده في الكريب سايكات ان شاء الله هننخلها هنقولها. المهم ان السيريت برضه بيعمل ايه? انبيائشن للبي اف. اخر انزائي معانا الالبيائروفيت كينيز ولدي قلنا مني ذي بيعمل انبياشن اللي هو الاتبي من اللي بيعمل الى الفركتوز واحد ستة. ااو الفركتوز واحد ستة بيقوله اننا جيان لك كتير اشتغل. تمام? تمام. طيب بعد كده او معناها ان احنا هنضيف انظيم سوري هنضيف فوسفيت او هنشيل فوسفيت. زي ما يعت invited لك في بعض الانزيمات بتشتغل لما يكون معها في بعض الانزيمات وبابتم تشتغلش لما يكون معها في فوسفيت. الانزيم اللي هنشتغل عليه هو الاستغل عليه هو كاينيز كاينيز. تمام? تمام. لما بنضيف للبايروفيت كاينيز فوسفيت من الانزيمات اللي لما يضاف له فوسفيت يبقى ايه? يبقى ايه? يبقى ايه? يبقى عايز تطفي بايروفيت كاينيز حطوله فوسفيت. عايز تشغل بايروفيت كاينيز شيل منه فوسفيت. تمام? تمام. طيب عايزك تفكر انا امتى عايز اشغل بايروفيت كاينيز وامتى عايز اطفي بايروفيت كاينيز. بايروفيت كاينيز ده اللي هو بيعمل ايه اصلا? فاجدته ايه في الحياة بيحرق الجلوكوز كان من ضمن السلسلة اللي احنا بنحرق فيها جلوكوز عشال نطلع منها طاقة انا امتى عايز احرق جلوكوز لما يكون عندي جلوكوز كتير لما يكون لسه واكل واجبة فعندي جلوكوز كتير في الدم فبقول للخلايا خدوه خدوه استعملوه طلعوا منه اي تي بي مين الهرمون اللي بيعمل كده الانسولين طيب مين عدو الانسولين الجلوكاجون فهتلاقي الانسولين بيعمل ايه بيشيل من البايروفيت كاينيز فوسفتية بيقوله لأ اشتغل اكتفيت طب مين اللي بيحط له فوسفتية عشان ما يشتغلش الجلوكاجون ايه دي الرسمة اه يعني التفاصيل كتير بس انا عايز اكتركز بس في المهم ان الجلوكاجون بيروح يجيب كاينيز ادي جاب كاينيز واحد اسمه بروتين كاينيز ايه اللي هو انت ايه اي حد في الشارع اي كاينيز تمام طبعا الكاينيز ده بيعمل ايه بيحط فوسفتية للبايروفيت كاينيز و لما LI Nissan بيعمل ايه بيعمل ايه بيعمل ايه بيعمل ايه بيشيل فوسفتية يجعله ايه اكتب بايروفيت كينيز تمام تمام يعني التفاصيل اللي في الكوبانات مودفكيشن هنقلها حيثة الادينويل سيكليز و سيكليك اي ام بي بس تتبقى عارف بس ان الانسولين بيزود الشغل لبايروفيت كينيز الجلوكاجون بيقلل شغل لبايروفيت كينيز دي المعلومة المهمة تمام تمام طيب ازاي بقى بيعملوا الكلام ده خلينا نقول ببساطة ان في حاجة اسمها Cyclic AMP يعني ايه Cyclic AMP عابقى عادي فهي سيرسي الان بي احنا اريد ان عارفين A-AAAADPP حسنو آمبه هو AP عادي ولكن في جزء لديه عملكه شكله اي ان كان حلقة تمام تمام اللي يعمل الحوارده انظيم اسمه يأخذ فعالاً لانه يحتمل أدنيلل ال� Kicklase كل شيخان الص Извاجه 2 يحول الطبور أنا ويتحدث إلى Cyclic a Fajercase عندما تستعمل عندما تستعمل c الم있는 يعمل Glucogone عندما أصدقه Lor Futase لا أنشر deisis أكبر الحمد لله ريدا هذا أهم مهم عام الاتب يعني هو الجلوكاجون لما يعوز يعمل الانهيبشن الجلوكاجون هتلاقيه هنا بيستهلك اي تي بيحاولها الى سايكلك اي ام بي السايكلك اي ام بي ده بيشغل البروتين كاينيز والكاينيز بيعمل ايه بيطفي البيروفيت كاينيز بانه بيحطوله في وصفتها ويخلي ايه ويخليه ايه اكتف تمام تمام لو تلخبطت في حتة الكوفيرونت موديفكيشن ارجوك ما تلخبطش في مين بيزود ومين بيقل الانسولين عايز يحرق عايز الخلاية تستعمل الجلوكوز فبالتالي هيشغل البيروفيت كاينيز والبيروفيت كاينيز لما يتحطول الفوسفتاية بيطفي فبالتالي الانسولين هيعمل ايه هيشيل منه فوسفتاية لايس شيل فوسفتاية بيجيب مين تجيب فوسفتاية طيب الجلوكاجون العكس تماما الجلوكاجون عايز يطفي كل ده سيجعل البيروفيت كينيز يضطفي يعني سيضع الفوسفاتين من الذي يضع الفوسفات؟ البروتين كينيز اخر شيء والتي تأخذ وقت طويل وهي الاندكشن والريبريشن الاندكشن والريبريشن سنذهب للدين بطل صنع الانزيم نفس الهرمونات بالضبط ولكن سنضيف هرمونات هو الانسولين والانتي انسولين مجموعة من الهرمونات كلهم عكس الانسولين سيعمل الانزيمات بتاعت الجلوكوليس ام لا يطفيها الانسولين يعمل بايروفيت كينيز سيعمل كل الانزيمات بتاعت الجلوكوليس ليس كلها بالمعنى الحرفين اصوذ التلاتة المهمين بالنسبة لها فالانسولين سيعمل سيزود في حين ان الانتي انسولين اللي هم الكلوكاجون والأدرانالين انجبت او تقمع او تقمع او تقلل طيب بمعنى انت واكل يعني هل انت واكل كربوهدريت او فيما جاء بمعنى اصح طيب لو انت واكل يبقى انت اواخد كربوهدريت والكربوهدريت لما تأكل بتزود الجلوكوز في الدم ولما الجلوكوز في الدم يزيد من اللي بيطلع بيطلع الانسولين بيعمل ايه؟ بيعمل حاجة كتير اول حاجة هيخلي الخلايا تاخد الجلوكوز بعد كده هيزود السنتزز اللي هو الترانسكريبشن اللي احنا نستعيدينه بتاعت ثلاثة انزيمة جلوكوكاينيز فوسفو فيروكتوكاينيز وبايروفيت كاينيز اعزة افتقب لك من معلومة ان احنا كنا قلناها قبل كده جلوكوكاينيز مش هكسوكاينيز لان الجلوكوكاينيز هو اللي بيشتغل عليه انسولين لانهما الهكسوكاينيز ما بيشتغلش عليه الانسولين بيعمل اول حاجة بيزود ان هو يخش جوال خلايا بيعمل اندوكشن للانزيمز وبعد كده بيعمل كو فيلنت موديكيشن اللي احنا قلناها على البايروفيت كاينيز بيعمل ديفوسفوري ليش فمجملا كده كربوهايدريت فيدينج ستيميليتس إيه ستيميليتس جلايكولسوس طيب النحية التانية بقى الفاستينج أو الاسترفيشن يعيب عندنا الجلوكوز قليل في الدم فمش مفيش انسولين في الدم فبالتالي الجلوكوز أبتيك ان الخلايا التشوز تبدأ تاخد الجلوكوز قليل تمام تمام وبيزيد الانتي انسولين هورمونز اللي هما الجلوكاجون والأدرنان الجلوكاجون هو إيه وأدرنان دون بيعملوا إيه؟ بيعملوا الريبراشن اللي هو اللي بتاخد أطول فديكريز سنتيز بتاعة التلاتة إنزيم جلوكوكينيز، فوسفو فروكتوكينيز، وبايروفيت كاينيز وبيعملوا كو فيلنت موديفكيشن على مين؟ على البايروفيت كاينيز هنا هيعملوا فوسفوريليشن لأن البايروفيت كاينيز لما بتحطوه فوسفتاية بيطفي طيب يبقى مجملا كده برضو fasting inhibits A inhibits Glycolysis طيب ده جوه الجسم ممكن نطف الجليكوليس بره الجسم يعني لو خدت شوية خلية كده مثلا لايز اوقف الجليكوليس فيها لأي سبب من الأسباب ممكن لحاجات تلتة The fluorides الحاجة اسمها In vitro يعني بره الجسم in vitro يعني بره الجسم in vivo يعني جوه الجسم طيب أول واحدة انها الفلوريد هو انهيب ingenuis الخلوقين فالإنراز انهيب كان عند رؤية صاحبه واسنده هو ماجنيزيوم لا الافلوريد يتغيساف في الماجنيزيوم فنحن استعمل هذا الحوار في مصلحتنا زمن اللامة بد من يقاط login وしいени توج linux لين مشjob ثم مازيب هناك أيضا الايدو اسيتيت الايدو اسيتيت ده بيبلوك الاس اتش جروب في الاكسب سايد التالاتة فوسفيت ديهايدروجينيز يعني بصراحة يعني الكلام ده يعني مرش اهمية اوى بصراحة انت تعرفه أم هم حطينه فانت تعرفه و خلاص عايزك تعرف بس الانزيم اللي هو بيشتغل عليه ولي مش مهم او بيعمل في ايه اللي هو الجليسرال دهايد تالاتة فوسفيت ديهايدروجينيز اللي هو كان اول انزيم في فيس 2 طيب خطيرة تمام تمام. طيب فيهه عجلة اسمها باستور افكت. طيب دلوقتي داخلنا في مواطي عشوائية يعني نحن كنا إلحادا ما مشيكيه سيستمتك بس احنا لما ان شاء الله ان نخلص مواطع ايه هتحس ان موضوع ايه مترابط. اه هنخلش الوقت في حاجة اسمها باستور افكت. باستور افكت ببساطة ان الاكسجين لما يبقى موجود لما الاكسجن يبقى موجود بيعمل ايه بيعمل اه انهيبيشن بيقول لك لو الاكسجين موجود هنشغل الكريبس سايكل فاكر لما قلت لك ان احنا بنمشي في الجليكوليس لحد البيروفيت ولو البيروفيت لو احنا انايروبيت ما عندناش اكسجين هنمشي ناحية اللي كتادي طب لو عندنا اكسجين هنكمل بقى وهنخش في كريبس سايكل والكلام ده كله تمام طيب احنا دلوقتي عندنا اكسجين يعني هنخش في ونخش في اللي هي الستريت اللي احنا لسا قيلينه ولما الا الا وايطلع يطلع اللي بيحصل لسا قيلنها حالا ان piston ده بيعمل انه من الحاجات اللي بتعمل انهيبشن فلما تشتغل ويزيد يبقى ايه ستريت هيعمل للفوسفور خوات واحد في بلالتالي زيادة الزيادة اللي برده اللي بتطلع من برضو بمعنى اصح زيادة الاكسغن. زيادة الاكسوجن زودة الكريبز زادت الآية الكريبز اذا زادت. طلعه عندنا الحاجتين. طلعه عندنا الات بي والسيتريت. والات بيعملوا كيفии؟ يعملوا للب اف كي واحدة فبالتالي تقدر تقول كده ان زيادة الاكسوجن بتعمل انهيبيشن للاه؟ للم ثم لماذا؟ طيب واحد ماعندوش اكسوجن. واحد ماعندوش اكسوجن ده زي كننا حاجة ك willst عليها طبيعية في الجسم. معندهاش اكسوجن مَعندهش اوكسوجين تعتمد على الجليكوليس كمصدر الطاقة عشان مَعندهش الاكسوجين إنها تكمل بعد الايه؟ بعد الجليكوليس ففي غياب الاكسوجين الجليكوليس هنا بتزيد ليه الجليكوليس بتزيد؟ لأن الجليكوليس بقيت هي المصدر الوحيد للطاقة ما بقيناش نكمل كليبس سايكل واللي بعد كده عشان نطلع منه طاقة فبنهتمد على الجليكولوسس بشكل اساسي بيقولك ان فكرة ان الجليكولوسس يزيد ده important part of the defense against cerebral anoxia cerebral يعني حاجة عليها علاقة بالدماغ anoxia يعني مفيش اكسجن oxia اللي هي الاكسجن an يعني مفيش في حاجة معها hypoxia يعني الاكسجن قليل تمام؟ ايه الخط ده hypoxia معلنة hypoxia يعني الاكسجن قليل anoxia يعني مفيش اكسجن خالص فعلا ما بقى مفيش اكسجن عند البرين بيزيد عنده الايه الجليكولوسس بيزيد الايه الجليكولوسس ليه بنزود الجليكولوسس عشان الجليكولوسس بقت هي المصدر الوحيد الايه للاي تي بي تمام؟ تمام دي اسمها الباستور افكت ان وجود الاكسجن بيعمل الانهيبشن للايه الجليكولوسس طيب Glycolysis in red blood cells الجليكولوسس في red blood cells مختلف شوية عن بقية الخلاياة اولا لان هو بده تعتمد عليه بشكل اساسي لان هي ما عندهش الميتو كوندري فبيقول لك RBCs have no mitochondria so glugose oxidation بيدينا بيجليكولوسس ما عندهش اي حاجة غير الجليكولوسس بيدينا اثنين لكتك اسد اثنين لكتك اسد اثنين لكتك اسد واثنين ATP يا دوبك بمشي بيهم بحاله بالفعل اكشيلي يعني في حاجة كمان بنزودها ان هو احيانا اصلا الجليكولوسس بيدينا نو ATP يعني حتى الاثنين ATP برضو ممكن من ايه بياخدهم الاربيسيز راجل محترم جد تمام تمام الاربيسيز بتحتاج حاجة اسمها اثنين ثلاثة داي فوسفو جليسريت قبل ما اننا نعرف هي محتاجها ليه ولا بديتجيبها منين خلينا نعرف احنا كنا بنعمش ازاي في الجليكولوسس احنا كنا ماشيين في الجليكولوسس واحد ومش عارف هيه وجليسرال ده هاية ثلاثة فوسفيت بعد كده الجليسرال ده هاية ثلاثة فوسفيت ده رجل cuts حولنا呼ها الى واحد ثلاثة باي فوسفو جليسر والدي فوسفو جليسریت يعني هي هي باي مش اختلف كتير واحد ثلاثة داي فوسفو جليسر ايه تمام تمام المفروض ان احنا كنا بنحط كانيز ونطلع هنا ايت دي بي هاية صح نطلع ثلاثة فوسفو جليسريت بعد كده اتنين بعد كده بقى الفوسفاءين البيروفيت والبيروفيت كانيز يشتغل بيطلع بيروفيت دهージقل الكولوسز الليعادية native Scott لا يسرق المركب ده اللي هو واحد ثلاثة. داي فوسفو جليس ريت. هنحوله الى اتنين ثلاثة. داي فوسفو جليس ريت. ولما قلت لك بنحول مكان الفوسفاتية من كاربون لكاربون. كأننا نعملنا تحول كأننا نعملنا ميوتيشن. في الانزيم اللي هيعمل الحوار ده هيبقى اسمه ايه? باي فوسفو جليس ريت ميوتيز. مش هنقلف حاجة. باي فوسفو جليس ريت ايه؟ ميوتيز. تمام? تمام. طيب. ايه الفكرة بقى? ليه محتاج لهذا المركب 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 لكر اترض الاخسوجن هل اي طرد هوong من الاخسوجن اه لدي اتشيل الاخسوجن ايو ما هي تتشيله لكني نملكه وقتا لية لماذا نملكه علم كبير واوض fui ارتشوع ليس عز embaixo كلوق من οποنا نافقurar بل yearly zielری الاخسوجن تحتاج الاخسوجن الاخسوجن من الهموجلبين كبير يقوم بالنسبة لاية Mandy لم يحبش الاكسجين قد كده. تمام طيب الاثنين فوسف جليسوريت ده بعد كده ممكن نستغيله بعد ما يخل الصناح والقرض ينستغله ونرجعه تاني الى ثلاثة فوسف جليسوريت ونرجع نمشي اذن تاني. بس هنا لما تمشي الطريق ده يعني الثلاثة فوسف جليسوريت لما تمشي كده واتطلع بقى البيروفيت كينيز. البيروفيت كينيز كان بيطلع اثنين اي تي بي صح كان بيطلع اثنين اي تي بي كنا هنا بنطلع اثنين اي illustrated ان ناتج الربح من الجليكولوسيز اتنين اي تي بي. طيب انت دلوقتي لغيت الستاب دي. الستاب دي ما عملتهاش في الايه? في الاربيسيز. بالعكس مش الناحية الاتنين تلاتة ديفوس فوكليسريت. فدفعت فوق اتنين وطلعت في الاخر اتنين يبقى ناتج الربح كام زيرو. هل هذا دايما بيحصل? لا احيانا احيانا احيانا. يعني الاتنين تلاتة ديفوس فوكليسريت محتاجينه بليفل معين. فمش كل الجليكولوسيز هنمشي كده. ولا كل الجليكولوسيز هيمشي بالطريق الطبيعي. تمام? تمام. ان شاء الله لما نقرأ الكلام هيبقى وضح. لان نحسن ان الكلام مش واضح كده. المهم الاربيسيز محتاجين الاتنين تلاتة ديفوس فوكليسريت. اللي هو اللي طلعنا من واحد تلاتة. الاتنين تلاتة ده هدف ايه? as it's increase زيادة الاتنين تلاتة ده. بيقلل الاكسجين افينيتي فور هيموجلوب. بيقلل الاكسجين او ان الاكسجين يمسك في الايه? في الهيموجلوب. فبالتالي يعمل ايه? helping الاكسجين delivery to the tissues. بيخلي الاكسجين يسيب الاكسجين. والاكسجين يروح فين? يروح للتشو. تمام? تمام. طيب. ربيسيز واحد تلاتة ديفوس فوكليسريت. اللي هو اللي كان موجود في الجليكولوسيز عادي. بيتحاول بايه? ميوتيز. اللي كان بيعمل ميوتيكشن. بيحشل الفوسفتين من جروب من كاربون رقم واحد. يحطيها لكاربون رقم اتنين. بيتحاول الى اتنين تلاتة ديفوس فوكليسريت. اتنين تلاتة ديفوس فوكليسريت. بعد كده نجيب فوسفاتيز. هنشيل فوسفاتيز. يبقى هنعمل ايه? فوسفاتيز. ده كان عنده اتنين فوسفاتيز. واحدة عنده كاربون رقم اتنين. واحدة عنده كاربون رقم اتنين. واحدة عنده طمعا . بصراحي انا حاسن ان كرويتت خلفها وانا حاسن انت تعبت مني . معلش فاكمل معي . و 1 3 ضافة ل recomm olds é irreverente tra adventurous و 1 3 ضافة بمياختيز فنعمل عليه بيوميوتيز. يعني ايه يوميوتيز ؟ يعني بيشيل الفوسفتية او بيعرف تحول الجموع في المراكب .فيشيل فوسفتية من كربين طرفة و 1- طرفةER- اصخدد هناك . أهمية الاثنين و 3 ضافة هنوجسها دلوقتي ولكن اهم حاجة بالنسبة لنا ان هو بيشيل الاكسجين من الهموجasilين يؤديه للتيشو. تمام؟ تمام. بعد كده الاتنين تلاتة ده يرجع على ثلاثة فوسفو جليسريت. فمننا هنشيل فوسفاتية. كان في هنا فوسفاتية عند كربل رقم اتنين. هنشيلها خالص. يبقى ثلاثة فوسفو جليسريت بس. من اللي بيعمل انزام ده فوسفاتيز. فوسفاتيز. باي فوسفو مش عارف ايه. ميوتيز فوسفاتيز. ما نشغلش بالك بالاسم الطويل ده كله. تمام؟ تمام. التلاتة فوسفو جليسريت ده بيمشي في الجليكوليس لحد ما يوصل للبايروفيت. طريق طبيعي. تمام؟ تمام. طيب اه نفس الرسم اهل. لحد ما احسن شوية. ادي طريق الطبيع بتاع الجليكوليسي هو اخذ بالك. واحد ثلاثة كان بيتحاول الى ثلاثة فوسفو جليسريت بالفوسفو جليسريت كينيز واللي كان بيطلع لنا اتي بي. كان بيطلع لنا اتنين اتي بي عشان كنا نبديمشي السيكل دي مرتين. تمام؟ تمام. هنا ده هنسكيب بالحتة دي هنعمل ميوتاز بيطلع لنا اتنين تلاتة دائفوسفو جليسريت. اتنين تلاتة دائفوسفو جليسريت ده. تركب بنحتاجه في ال الار بي سيز بشكل اساسي. بعد كده بنشغل عليه لما يخلص شغلانته بنشغل عليه فوسفاتاز وفوسفاتاز ده يطلع لنا تلاتة فوسفو جليسريت ويكمل هي باية الجليكوليسيس اثنين بديمشيب اتنين طاق لنا اتنين اي تي بي ولكن بما اننا في الاول الخلص في مرحلة منزرعة اه استهلكنا اثنين اي تي بي فتنين نقاس اثنين يساوي اه زيرو تمام تمام طيب اه خلينا نقول الامبورتنس بتاعت الاثنين ثلاثة او دايفوس فوجلس ريت اول حاجة هو بيمسك في الهوموجليبن كوزنج اديكريز انتسافينيتي فور اكسجن يعني نفس الكلمة اللي قلنا فوق فاثنين ثلاثة دايفوس فوجلس ريت بيحسن الايه الاكسجن ديليبري تو ذاتيشم تمام تمام طيب خلينا نقول ان بعض الناس احنا بيحصلون حاجة اسمها في حاجة اسمها في حاجة اسمها دا ممكن يحصل على مستوى الجسم كاكلة او على مستوى اورجن معين ولكن خلينا نقول ان الشخص عنده ايه في الجسم كاكلة تمام تمام في المرحلة اللي زي دي انت محتاج تزود الاكسجن اللي بيروح لتشو مش الاكسجن اللي موجود فين اللي موجود في الدم طيب مين اللي بيعمل الحوار دا الاثنين تلاتة او دايفوس فوجلس ريت فبالتالي لما لما يبقى حد في هايبوكسيا هتلاقي الاثنين ثلاثة دا عنده عالي تمام تمام بيعمل حاجة اسمها shift of the oxygen dissociation curve هنوضح الموضوع دا سريعا المهم ان دا بيحصل فين في الهايبوكسيا لما بيبقى فيها هايبوكسيا الاثنين ثلاثة بيزيد الليفل بتاعه تمام تمام طيب يعني ايه الـ oxygen dissociation curve يعني هي مش علينا بس عشان بس ايه تبقى فاهم كل الكلام ان شاء الله يعني ما نطولش اكتر من كده ده curve بيمثلك قد ايه الهموغلب الماسك في الـ oxygen وخلينا نقول تحت يعني مجازا كده كمية الـ oxygen الموجودة في الدم تمام تمام الطبيعي ان كمية oxygen مثلا 80 هتلاقي فيها مش عارف 90% من الهموغلب الماسكين في الايه مسكين في الـ oxygen ولسه في مثلا خلينا نقول 10 هموغلب الماسكين لو وصلت 100% oxygen هتلاقي 100% من الهموغلب الماسكين من الهموغلب الماسكين تمام تمام هو اكتر 98% من الهموغلب الماسكين بس ما علينا طيب ايه الفكرة بقى بتاعت الـ 2-3 الـ 2-3 بيعمل يعني هيجيب الـ curve ده يمين شوية يعني ايه يمين شوية يعني عند كمية الـ oxygen 20 اللي كان عندها الـ oxygen فيه الطبيعي كانت هنا كده 35 مثلا لا هنقللها عشان تبقى 20 ليه عايزين نقللها عشان بدل ما الـ oxygen ماسك في الـ homoglobin يسيب الـ homoglobin ويروح فين ويروح للتشو ما في امتهاش ما تشغلش بلك هو بيعمل right shift المهم من المضادة بيحصل فين بيحصل في الـ hypoxia وبيحصل برضه بحاجة اسمها relative hypoxia يعني هو ما عندهش hypoxia فعليا الـ oxygen مش عنده قليل فعلا لا هو عنده حاجة كأنه عنده oxygen قليل حاجة زي الـ high altitude الـ high altitude لأنهم الناس اللي عايشين فيه اماكن عالية الـ oxygen صعب يدخلوه او صعب يشفطوه حاجة كده يعني تفاصيل مش مهمة بالنسبة لنا المهم انهم عندهم حاجة اسمها relative hypoxia كذلك الناس اللي عندهم مشاكل في الصدر كذلك الناس اللي عندهم chronic anemia هتلاقي عندهم حاجة اسمها relative hypoxia فبرضه زي الـ hypoxia الحقيقية هتلاقي عندهم الـ 2-3 di-phosphoglycerate BZ طيب بيقولك نبيس كده congenital deficiency في الـ enzymes بيعملوا مشاكل congenital deficiency في الـ hexokinase لو حصل في الـ RBCs هيؤدي الى hemolytic anemia يعني ايه hemolytic anemia hemo يعني ليها علاقة بالدم hemolytic يعني بينكسر anemia يعني الـ RBCs قليلة فلما الـ hexokinase مايبقاش موجود الـ RBCs هتبدأ تكسر ليه عشان مافيش ATP ما هو الـ ATP هو الطاقة هو ده اساس كل حاجة فمافيش hexokinase يعني مافيش ATP عشان مافيش والجليكولوسز زي ما قلنا في بتاعتها هي فبالتالي مافيش hexokinase يعني مافيش طاقة في الـ RBCs يعني الـ RBCs دي هتبدأ تفرقع ويحصل hemolytic anemia كذلك برضو الدفشنسي في البايروفيت كاينيز الدفشنسي في البايروفيت كاينيز معناها ان احنا بنطلعش ATP ما بنطلعش ATP يعني الـ RBCs مش عارفة تطلع طاقة انها هتبدأ تفرقع برضو hemolytic anemia as ATP تمام تمام طيب اه حاطط لك هنا صورة وبعد كده قصة اللي احنا عملين نحكي فيها من الاول ان الجليكولوسز بتحول الى بالجليكولوسز بالجليكولوسز وده بيحصل في السيتوزول بعد كده بقى هنخش الـ نعمل كريبس سايكل ونعمل الـ الـ يعني مش هنقولها تاني كل كلامنا بعد كده ان شاء الله هنبعد كريبس سايكل طيب قبل ما نسلم الكريبس سايكل هو ان شاء الله انها غالبان الفيديو ده هيخلص والفيديو التاني هيبقى كريبس سايكل والـ قبل ما نسلم الكريبس سايكل عايزين نقول النوايتك بتاعتنا انا قلت لك ان احنا بنطلع ATP ونطلع ندئتش فاكر ما قلنا في الاول خالص الـ كلنا مطلعين في اتنين ATP صافي ومعنا اتنين ندئتش وقلنا الـ بنترجمهم الى ثلاثة ATP ندئتش بلاس اتش يعني بنترجمهم الى ثلاثة ATP الطيب الـ مش هتعرف تستفيد منهم في السيتوزول لازم يدخلوا الميتوكوندريا عشان كده ما كانش ليهم اي لازمة في الـ لازم ندخلهم الميتوكوندريا والـ فعشان تدخلهم الميتوكوندريا مشكلة عقبة صغيرة الـ ما بيعرفش يخش يعني عملت كل ده مش عارف تدخله هندخله ان شاء الله ميتوكوندريا الميمبريين is impermeable to NADH plus H ما بيعديش الـ فلازم نعمل عليها شوية حوارات عشان ايه ندخل NADH plus H ايه هي الحوارات دي هنجيب تقدر تقول شطل حاجة زي نفق كده مش هنعدي الـ لا احنا هناخد منه الـ هيدروجينا ونسلمها لخوه جوه يعني عندنا هنا NADH plus H NADH plus H وعندنا جوه NADH او خلينا في رسم المرسومة ايه الرسمة ايه طيب ادي ايه ادي الميتوكوندريا ده كده الجدار بتاع الميتوكوندريا هنا كده السيتوزول ودي الايه الميتوكوندريا تمام تمام في عندنا دلوقتي في السيتوزول NADH نADH عايزين ندخله جوه مش عارفين طيب في جوه الميتوكوندريا ناد ناد سادة معهش H طيب نعمل ايه هاتي اعمل NADH الهايدروجين اللي معاك هنشايله لحد يوصله لل ايه للناد اه اللي جوه اللي فاضي يعني كأنك ايه طالب اردر من برا كده مع حد مسافر هي بالنفس الفكرة بالضبط والله ان هو حد مسافر اللي هو الماليد الماليد ده كان كده كده جاي كده كده داخل من السيتوزول اه 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 او من السيتو بلازم للميتوكوندريا فالماليد داخل قالك خلاص هاتي الهايدروجينة دي انا اشلهالة فدخل جوه اه ادى الهايدروجينة للناد اه حاوله الند اتش وتحول هو الوكس Lu Acetate بتحول هو الايه طيب الاكسلو فخلاص هو هيعمل نفس الفكرة بالضبط سيكون ندخل الماليد سيد Killer يعني هي الفكرة ان لاخدهم الهيدروجيناء وتحطيمه على اوجزيل واسيتيت وتحوله الى الماليت والماليت يخش وهكذا وهكذا وهكذا. SUPER! تمام? تمام. يعني المريض شطل دي شغالة فكرتها الاساسية ان احنا بندسها للناد اتش بلاص عشان هو ما بيعرفش يعدي. تمام? تمام. نفس الفكرة بالزبط الجليسرو فوسفيت شطل. نفس الفكرة ان احنا مش عارفين ندخل للناد اتش بلاص اتش. نعمل ايه نعمل ايه? قال لا خلاص انا عندي فكرة. هنحاول له لحاجة تانية وبعد كده هندخله جوه وبعد كده نديها لحاجة تانية. ياه فكرة كليتف جدا. اه نفس الحاجة بالزبط. فكر المعلم ده دهب. دهب. دايهايدروكسي بسم الله. دايهايدروكسي اسيتون فوسفيت. دايهايدروكسي اسيتون فوسفيت ده هياخد الهايدرجينا اللي كانت مع الناد اتش يتحول هو الى الناد. الهايدرجينا دي ياخدها ويتحول الى جليسرول فوسفيت. الجليسرول فوسفيت ده هيخش جوه. الجليسرول فوسفيت هيخش جوه. هيدي الهايدرجين لفاد. اوه. اخبالك. اخبالك من الحصل. الناد كان فوق بنيدي من لناد. لا هنا بنيك دي من ناد لفاد. هيتحول الى فاد اتش 2. هيتحول تش 2. تمام? طيب بعد كده بيتحول تاني الى ايه? الى ذهب. والذهب يرجع يخرج ورده. والدهب يتحول الى جليسرول 3 فوسفيد. وهكذا وهكذا وهكذا. تمام؟. تمام. ادي الانزام ده سيتحول الى جليسرول 3 فوسفيد. بحاجة اسمها لكل 3 فوسفيد.Прidergeneis يعني بناخد ثم نرميه في الشارع. بناخد هيدرجن نression في الشارع. هنا بيشتغل على الناد اتش. بناخد من الناد اتش. ونحطه في الايه في المركب ده. هو اسمه دي هيدروجينيز عشان هو يعني عشان بيمشي كده. فدي هيدروجينيز. ما علينا ما تشغلش بالك. المهم اعرف اسم الانزائم وخلاص. الجليسرو التلاتة فوسفيت دي هيدروجينيز. مهم فيهن في نقل الناد اتش بلاس اتش. يبقى في نقل الناد اتش بلاس اتش. عشان منها الهيدروجينيز. هندخله جورجه. بعد كده هناخد الهيدروجينيز. بعد كده يتحول له الايه الى دهب. ده هيدوركسيتون فوسفيت يرجع يخرج ب Goodness. والحمد للاك كده خبصت. يعني انا عارف ان طويلت بس يعني متضايق بصراحة اني طاولتها بس انا اسف والله مش عارف انا ما كنتش حابب اكربت حاجة بس في ناس الوقت كنت عايز اخلص بزرعة يعني اللهم استعان ربنا عنكم يا رب ويوصر لكم امركم استعان بالله ولا تعجز ربنا يعانينا ويعانكم نسألكم الدعاء لنا والاخواني المسلمين في كل مكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته